الحمد لله يا بخوانس ربنا يخليك يا رب إيه الأخبار الحمد لله تمام كل البشمهندسين والبشمهندسات تحضروا آآ معظمهم هنا موجودين آآ أهلاً و سهلاً زيكم يا شباب عاملين إيه أنا آيش ناوي أنا الكوردينيتر بتاع الكورس المفروض هو طبعاً بشمهندس تظل متعاقد معنا كترينر يعني عايزة أقول له شوية حاجات تكون واضحة بالنسبة لنا آآ إحنا كسنتر بشمهندس عدالله بيشتغل معه بفلوس هو جيه وقال للكورس ده فور فري بالنسبة له هو طبعاً إحنا أنا عادي بقبض الكورس نفسه بفلوس عادي لكن هو بشمهندس عدالله تنازل عن الجزء بتاعه وقال إنه هو في مقابل إن الطلبة تدخل فري فأنا عايزة أن أستطيع أن كل يوم هيجدنا حد يعمل معنا كده ده كاد يكون أفضل مكان على وجه الأرض في الشغل وفي العلام لأنه ببساطة مع تطور الدنيا أي وظيفة ممكن نعمل لها تبديل يعني حتى الدكاترة ممكن نبدلهم دلوقتي بروبوت بماشينز بألات بتعمل العمليات وبتكون أدقة من الإنسان المهندسين نشر كلام العمارات ممكن تتبني دلوقتي بطرق آلية تطور الدنيا تتطور أكتر لكن الأكيد إن اللي بيعمل كل الكلام ده فالحاجة الوحيدة اللي ملهاش أي بديل هي البرمجة والمبرمجين فدلوقتي أنتو بتتقدم لكم فرصة على طبق من دهب لازم نستغلها يا شباب ويا شباب لأنه ما حاجة معنا كده تاني في ناس مننا ممكن تكون شغالة شغالة في مجال تاني أنا مش بخوف حد وبقول إن انت مجال شغالك على المدى البعيد مش هيبقى حدش لو بنتكلم بالمنطق واحد زائد واحد يسوي اتنين يبقى إحنا لازم نكون عارفين كويس جدا إن أي شغلانة ممكن قدام تتبدل بماشين أو بالجهاز إلا شغلانة المبرمج لأن هي أصلاً اللي بتعمل الماشينز دي أو الأجهزة دي فعايزين نقدر كويس جداً الفرصة اللي إحنا محطوطين فيها باشوانسح عبدالله بيدفع له الكورس بـ 3000 و بـ 4000 مرتاح ده بعد الخصمات أنا أسفى يا باشوانسح عبدالله أن أنا بقول حاجة زي كده بس هي من الناس اللي بقى عارفة الفرصة اللي بتتقدم لهم باشوانسح عبدالله لما عمل كده ما مضحهاش بقليه هو ضحه بكتير جداً فأنا أتمنى أنا حاب أقول لكم بس الكلام ده عشان تبقوا عارفين حجمة تضحية اللي باشوانسح عبدالله ضحهاها علشان أنتوا تتعلموا يبقى معاكم الفرصة أن أنتوا تتعلموا حاجة زي كده المجال حلو جداً باشوانسح عبدالله من أكثر المالسين اللي ممكن تتعاملوا معاهم في المجال ده ويعلموكم أسرار الشغل من غير ما يكون عايز منكم حاجة هو كل همه أن الطلبة دي تفهم المجال ده عشان تقدر تشتغل به حتى لو هي مرتاحة في شغلها تشتغل به كشغل جانبي أو كشغل حر عشان المجال ده برضو فيه شغل حر كتير جداً انت ممكن تعمل جزء من الموقع لحد الشركة أصلاً عندها موقع شغال بس فيه جزء معين عايزين يعدلوه فبيستعينوا بناس حرة مش بيستعينوا بناس تكون تتوظف عندهم بشكل دائم فبالتالي بيجيبوا ناس يكون عندهم خلفية عن الموضوع ده يعملوه طبعاً بيبقى أرخص لهم وفي نفس الوقت الشخص الحر بيكون حريص على عمله أكتر من الموظف لأن الشخص الحر ما حلتهش غير السمعة هو لو سمعته أنه هو بيخلص شغله في وقت صح ومزبوط اسمه هينتشر بين الناس فلما الناس تحتاج عمل حر هتبجأ له غير كده محدش هيرجأ للشخص اللي بتعامل عمل حر فعشان كده اللي بيشتغل شغله حر بيبقى خايف أكتر على شغله ويبقى دقيق أكتر فبالتالي الناس كشركات بتفضل إن هي لها عندها جميع صلحة خلاص إن هي تستعين بناس تشتغل شغله حر قدامكم فرصة كويسة جدا أتمنى أن أنتم ما تضيعهاش السيشن طبعا زي ما قلت لكم أنا الكوردينياتور الاتندنس أو الحضور والغياب بيتاخد لما بيجيلي فرص إحنا سنتر تعليمي فبالتالي بيجينا ناس طلبة ناس تكون لسه فريش أو خبرتهم متى تتعدى الست شفور عشان طبعا تبقى المرتبات قليلة وقليلة دي أقصد بها بداية من 3,000 عشان بس الناس برضو تبقى فهمة أقل مرتب بياخدوا واحد ما عندوش خبرت أكتر من ست شهور هتبقى 3,000 ده بداية المرتبات لو واحد خبرته سنة ده بنسميه جونيور وتبقى مرتباتهم مش أقل من 6,000 في الشركات المتوسطة مش الشركات الصغيرة ومش الشركات الكبيرة في الصغيرة ممكن فعليا والله يبدو مبالغة فعلا مرتبك ممكن ما يقلش عن 4.5 فالفرصة كويسة جدا المجال كويس جدا أنا هبقى بأخذ الغياب والحضور على التزام من الطلبة وعلى حل التسكات لما يجيلي حد يطلب مني فرصة أكيد لما رشح هرشح حد يستاهل الفرصة دي فرشح أقل يكون من ضب الغياب والحضور أولا ثم في التسكات أو في الالتزام مع مشوانس عبدالله إنه هو لما بيدي له تسك بيحله ولما بيخلص السيشن ويرجع تاني مرة يسأل الطالب ده بيكون متجاوب ومذاكر وعارف ومقدر كويس جدا الفرصة اللي تحقيها أنا شاكي إن أنا أقول لكم إن أنا دايقكم إن أنا بقول لكم من الكورس فري أو كده بس أنا هي مني كويس جدا إن إحنا نفهم الفرصة اللي إحنا محطوطين فيها فعلاً تبقى نقطة تحول أنا كنت طالبة من طالبات بشوانس عبدالله اللي بأخذ معي بشوانس عبدالله ويعني لغاية يوم الدين هفضل أدعيله على اللي عملوا معايا وعلى وقفته معايا في مجالي في التعلم بتاعي عشان أتعلم وبقى شخص كويس جات جابت لي فلوس وهو لغاية النهاردة بيجيب لي ناس أصلاً تشتغل معايا شغل حر بقى بشوانس عبدالله هيعمل معاك لما يلاقيك ان انت تستاهل وان انت مقدر الفرصة اللي انت فيها لأنه هو عنده ناس كتير ومعارف كتير وناس كتير عايز يخدمها بس الحق يجبره انه هو لو هيدجي الفرصة لحد يديها لحد يكون مقدرها مش عايزة أطول عليكم مش عايزة أخذ نقطة المحاضرة أتمنى من الجميع بنات وشباب تقدروا كويس جداً الفرصة اللي بشوانس عبدالله أحطوكم فيها دلوقتي أنا ككوردينيتر هيبقى دوري ان انا باخد الغياب والحضور حتى لو ما حضرتش معاكم السجنة بتبقى متسجلة فانا بدخل فيه ما بعد وباخد الغياب والحضور فالغياب والحضور ما يغيب لأن المرة بجون حتى لو قلت ان انا اسمع الريكورد بعد كده أكيد مش زي لما يكون بشوانس عبدالله قدامي في نفس اللحظة الحاجة اللي ما فهمهاش أسأل عليها أكيد طبعاً المعلومة هتثبت أكتر ربنا يوفقكم جميعاً وربنا يجزال كل خيري بشوانس عبدالله وان شاء الله تقدر تعدي بيهم لبار الأمان زي ما عددت بناس كتير جداً قبلهم وزي ما هتشوقوا النهاردة ناس كتير هتدخل معاكم ممكن لو الوقت سمح يقول لكم قد ايه الشغل لفرق معاهم وقد ايه الكورسة لفرق معاهم مع بشوانس عبدالله وازاي حياتهم اتحولت بيقبض بر فأتمنى من الجميع ان هو يستفيد من الفرصة دي لو احتاجتم اي حاجة تقدروا تتواصل معانيا اما عن طريق المسيجات هنا على الزوم وان هبقى بشوفة مع بشوانس عبدالله او عن طريق بشوانس عبدالله ممكن يديلكم الرقم بتاعي واي حد محتاج اي حاجة وصلكورس كتير تا اللي يقدر يتواصل معايا فأتمنى من الجميع ان شاء الله ان هو يلتزم ويستفيد من الفرصة دي واتمنى ان شاء الله كلنا نخرج من الكورس ده بأعظم استفادة أسفى جدا على الاطالة هتفضي بشوانس عبدالله معانيش خط من وقتكو كتير بشوانس عبدالله معايا شكرا بشوانس عبدالله شكرا العافة الله يخليك في الجروب ده لان الجروب ده من اكتر الناس اللي بتعز علي كلهم يعطي اما نعرفة والله ما حضرتك بلغتنا وعشان كده احنا عملنا الديل ده فأنا بس كان يهمني او الاتفاق ده يعني فأنا كان يهمني جدا انهم يبقوا عارفين حاجة زي كده عشان يعرفوا انت عملت ايه عشان نقدر نوصل لا لا خالص ده هم كلهم اخواتي يعني كلهم زي اخواتي اه واخواتنا احنا كمان والله اه رب نكرمهم كده وتفتح لهم فرص بقى اه سجيل الاساميهم كلهم بقى اه خلص كلها انا نخطي للاسامي وفي نفس الوقت انا كده كده واخر باخد الاسامي اللي حضري تمام اوكي ازاي حالي شباب اخبركم ايه تمام تمام الحمد لله اه هو الموضوع ببساطة جديدة خالص اه هو ترتيب معلومات مش اكتر يعني هو الناس بتقول لك مجال البرمجة هو بيحتاج اه مجهود من الشخص اللي بيشتغل او من الشخص اللي عايز اتعلم البرمجة هو فعليا اه بيحتاج مش مش مجهود على جد ما يحتاج ان انت تستمر والاستمر ده يعتبر جزء من مجهود بس المجهود لو انت كسفته اه في جزء صغير بيحتبر هو مجهود سقيل على الواحد ازاي انا مسلا بيقول لك انت الكورس ده المفروض هتاخدوك مسلا في خمسة شهور فانت لو ضغط نفسك في معلومات في شعر واحد فهتاقي نفسك انت اصلا بتخلص الكورس وتلاقي نفسك المعلمات كلها اه تلاشت او داخلت في بعض فاتلاقي نفسك انت مش مش اوير بكل موجودة في الكورس وده اللي احنا كمام اه اه خدنا او تعلمنا واحنا لسه بناخد كورسات كنا لسه بناخد كورس مسلا يقولك ايه اه هو كورس اه كراس كورس كراس كورس اللي هو ايه كل المعلمات يدالك في وان سيشن او تو سيشن وخلاص على الكلام طب انت تعلمت ايه لا ما بتعلمناش حاجة طيب اصلا الناس اللي دخلوا كل اشكولية علوم كمبيوتر ساينس او حسابات ومعلمات اه هم المظلومين في الحتة دي ليه هو بيفضل يتعلم اربع سنين كشور حاجات كلها بعيدة عن المجال الواقع اه هي بتدى ارضية حلوة جدا جدا ولكن اه هو ما بيخشش برجليه لعالم البرمجة لا هو كل كشور من برا فتلاقي الناس اللي هم بتعود تجارة او بتعود اه حجوق او بتعود اه اللي هم خارج المجال اه بعد ازنا كمشوان اسم محمد معلش حاجة ساين اه طبعا اجاب ناس تانية هنا تجارة يعني فهم متميزين اللي هم متميزين عننا عيننا ليه هو بيطلع من برا للكمبيوتر ساينس والحاجات دي كلها ويبدأ ايخو دي كورس ايه لطيف لزيز كده بيبدأ معا من مين من الزير كمام ويبدأ يشتغل على هذا الاساس والكورس ده هو عارف نفسه انه هو ما عندهش معلومات اصلا هو خرج تجارة وخرج حجوقها وخرجها فبيدر الكورس حاله لكن احنا كناس كمبيوتر ساينس يقول لك ايه بس الحاجات دي عارفة 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 يعمل اسكيب 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 تلاقي نفسه ايه اه الراج بتاع تجارة بدأ يشتغل ويشتغل ويبدأ يعمل اه برامج ويبدأ يبيع اه اه سورس ويبدأ يشارك في شركة واثنين وتلاتة واربعة واحنا ككمبيوتر ساينس اه او حاسبات مهمات خايفين ان نخش في المجال وده اللي حصل معنا في على مدار الكورسات على مدار الكورسات انا مسلا شغال في الكورسات بجالي اه عادة من سنين دايما اللي بيجي في الكورس وهو خريج كومووتر ساينس دايما ما بيكملش ليه? اه بيحس ان هو اصلا اه المعلومات عايز ياخدها في واقع في في محاضرة واثنين لان هو خاطد اربع سنين فهو مستجل ان هو ادارس اربع سنين فهو عايز اخذ ايه خلاص ان خاطت اربع سنين فنا عايز اجد الكورس ده في شهر عشان عند معلومات الناس اللي هم خارج المجال لا واخدين الموضوع بحماس موضوع بجدية موضوع آآ مرتل فتلاقي آخر الكورس تلاقي ايه بدأ ان هو ينزل شغل بدأ ان هو يشتغل وعلى هذا الاساس احنا معنا مرضو البشمهندسة اميرة هنا مش عارف هي تبقى خارجة ايه انا عارف طبعا هي خارجة ايه بس هي ممكن تعرفنا بنفسها طبعا اجابها من نوع ان هي تورجة عنها وها كانت طالبة عندي في الكورس عادي اقول لك من نص الكورس هي كانت كانت شغلة الحمد لله شون ديسة اميرة معنا شون ديسة اميرة معايك حاندسة السلام عليكم حلايكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم انت ممكن تدينا نبزة كده عن اللي تم معاكي او اللي حاصل معاك في الكورس وانت وصلت الحاديفين وتخارجت ايه؟ اصلا كميم انا خالي وهل لما كورونا جازت حسيت في ان تعليمك في الكورس ده كان ايجابي ولا سعب وحل انك شغلت بالكورس لا ده برضو يفرج معناها لان فيه اقول لك ما انا شغال اصلا بك بتفنوز تمام تمام زيكوش منتسين عاملين ايه انا خريج التجارة شغلي كله كان في الادمنستراشن ووفيس مانجر كان اتجاه شغلي عموما البرمجة بالنسبة لي كانت مجرد هواية ودرستها اونلاين حبيت اطبق ورا دكتور من اللي كان بيشرح اونلاين كان دكتور بيشرح لطلبه ويسجل محاضراته اونلاين فشدتني الفيديوهات واشتغلت وراها لحد ما حبيت اعمل حاجة تخدم الشغل اللي انا بشتغل فيه اول حاجة بدأت عليها وكان بيشرح ديسك توب ابليكيشن بتكنولوجيا قديمة جدا وكلام كتب يعني مش هو اللي احنا بنستخدمه دلوقتي لما قررت اشتغل في الاتجاه ده او اعمل بيه حاجة تفيد شغلي وقفت قدامي حاجات لما دورت لايف عشان اراقي حد يشرحي كان مش منص عبدالله اللي اتوفقت معي يعني ساعدني ان انا اقفل المشروع واقفله يعني واشتغل وقدمه للشغل والحمد لله كانت حاجة كويسة ونجحة بعدها هو اللي اقنعني ان انا اكمل ويب انا بصراحة ما كنتش مقتنعة خالص ان داي بقى اتجاهي انا كنت مبسوطة جدا في اتجاهي وفي شغلي وشايف ان انا مميزة ويعني والبرمجة بالنسبالي حاجة اضافية بضيف فيها بس عشان اعدل بشغلي كنت راضية جدا بالتجاهي وبمجالي ومتميزة فيه حاول معي كتير بصراحة لحد ما اقتنعك ان انا ادرس ويب لما درست ويب لقيت ان الدنيا مختلفة جدا 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 احسن كتير جدا من المجال اللي انا شغالة فيه وبالفعل اشتغلت في نفس السنتر اشتغلت مع سنور ستيبس قبل ما اكمل الكورس حتى في نص الكورس اشتغلت معاهم المجال حلو جدا ومريح جدا احسن حاجة فيه ان هو بالنسبالي انا يعني كبنت وكأم الاطفال ان انا بشتغل من البيت مش محتاجة ان انا انسل واروح واجي لا المجال بيدين المساحة ان انا اشتغل من البيت تسكي بعملها وبخلصها اشتغلها الصبح اشتغلها بالليل فالموضوع مريح جدا في الوقت مريح جدا في الشغل في اتجاه في مجال فانا بنصحكوا جدا ان انتوا تكملوا في المجال ده بشوانس عبدالله وفرت لي فرص كتير ان انا اشتغل فيها اونلاين واتعرف على ناس تانية بالنسبة لظروف الكورونا انا شغلي انا بشتغل شغل البرمجة بجانب شغل ثاني اداري شغل الاداري متأثر جدا وشركات كثيرة عملة تقع واتجاهات كثيرة عملة تقف شغل الشحن بيقف شغل الاداري ما بقوش محتاجين الناس على عكس شغل البرمجة مستمر والناس مكملة حياتها اصلا يمكن الازمة يعني الازمة مرنة بها خلت الناس تتجه اكتر للشغل الانلاين خلت كل الحاجات اللي بتشتغل اونلاين بقتها اللي هي اللي ماشية الكورسات اللي بتتعرض اونلاين كل الناس اللي شغلها اونلاين بقتها اللي زروفها احسن ما تأثرتش كثير بالكورونا زي الشغل الاداري والناس اللي بتنزل مكاتبها فانا بنصحكم تكملوا في المجال وان شاء الله يبقى خير ليكم لو حدي بيدا المجال ده صعب ولا سهل لا المجال لا المجال لو حدي بيدا المجال لو حدي بيدا المجال انا شايفة ان المجال سهل جدا ان احنا نتعلمه هو مش حاجة صعبة بالعكس ده اسهل من مواد دراسية كتير نظر احنا خدناها في الجامعة هو الموضوع بس محتاج حد يكون غاوي او حابب الموضوع وحابب ان هو يتعلم لكن الفكرة في التعليم نفسه الموضوع سهل جدا واسهل بكتير بدا بياخدوا الكورس معاك هندسك هو ان شاء الله لا ان شاء الله خير دي اكيد ايان السهل يا صعب الصعب يسعب السهل يسعب لا لا عاكس تهل كلمة الحك زهرت لا 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 خالص والله والله هدف ان مدينة لك بكل اللي انا وصلت له دلوقتي الله اعزك الله خاليك الله ايه انت احمد سيد معنا او محرك ايو محرك ابو ملك ولا احمد سيد تاني احمد سيد تاني ماشي لو عايز تقول حاجة قبل ما نبدأ أنا لسه أبدأ فاضل ممكن يكون أنا أظهر واحد في كل سنة هنا أنا لسه 17 سنة كانت حاجة من الحاجات اللي كنت أنا فأنا مهتم فيها بالبرمجة أن أنا كبالنسبة كواحد سن لسه سنه صغير كنت أنا عايز أشوف حاجة أقدر أبدأ فيها حادث بها طريقاتي اللي قديني أو حاجة زي كده فأنا فأنا بالبرمجة بدأت في الأول أدور على اليوتيوب وأوضوع على الله ينبدأ أسهلش في الموضوع الحاجة نفسها هي أن أنت تكون حابب المجال حابب أن أنت تتدي له وقت تتدي له مجهود وهتتدي له تعب أيام وحاجات زي كده وهي الفكرة كلها أنك تكون تبدأ تكون فاهم الموضوع هيمشي إزاي وهو أساسا مش صعب يعني حتى بغمكة الويب أو الويب ديفلمنت هي عمراها ما كانت صعبة أنك تتعلمها هي فكرة أن حاجة تفهمها تبدأ تطبع عليه وهتبدأ تنفذ أي كود مهما كان هي دي كلها فكرة البرمجة عموما يعني مش حاجة صعبة زي مثلا تدس قوانين وتبدأ تحفظه حاجة زكاء لا بالعكس الموضوع كله أنك تفهم الفكرة نفسها ده زي تعملت وممكن تطبع على أكتر من حاجة وفي أكتر من حتة فهي البرمجة لذيذة جدا سهلة جدا وفي نفس الوقت أنها مجالها مجال مستقبل ومش بتطلب بمكان محدد أو بإمكانيات معينة بأي إمكانيات تقدر تبدأ بأي حاجة ممكن تعمل أي اللي أنت تعايزه فهو فعلا يعني وشكرا لك يا بشواندس أنت حرك برضو ساعدتني في الموضوع ده كتير وفي الجورو سكريبت يعني عموما يعني حرك ساعدتنا فعلا فعلا كتير وفاهمتنا فيها أنت مشتهد بس يا أحمد مشتهد جدا يعني من الحاجات الجميلة اجتهادك يعني شوكم جدا يا كنتيس الله عايزك طيب يا الله طيب نبدأ بقى يا شباب حاج عايز الناس بقى عايز أتحضر بقى عايز حاج عايز يوضع حاجة طبعا معلش الناس اللي هم كمبيوتر سنس طبعا الكلام ده بعيد عن كل الناس المدخلات دي لمن أنت أكتر ناس أول بالموضوع ده ولكن في ناس أصحابي من البلد هم ملهمش علاقة بالكمبيوتر ساينس فالكلام ده موجه ليهم يعني مش مش للناس التانية خالص يعني أصحابي اللي معهم في الكلية كمبيوتر ساينس يعني هم يعني أوير بالحاجات دي وعندهم خلفية كبيرة جدا بالعكس هم مش هنتعب مع بعض خالص طلاقا لا ده يبقى هم متميزين ولكن الكلام ده كان موجه لأن هم الناس اللي هي برا المجال خالص اللي هو طباء أي حد برا المجال يعني هل المجال بتاعنا كويس هل المجال بتاعنا صعب بالنسبة لحد مثلا حد مثلا بعيد عن المجال لا يعني هو ده اللي كان نتوجه ليه لكن بعيد عنكم خالص يعني بلاس انا عايز اقول لك يعني كان معانا حد يعني كان معايا دكتور بشري والدكتور بشري ده الطلب منه ويب سايت نفسه وفي الويب سايت ده هو بدأ يعرضه على حد خاص بالوزارة الصحة فبدأ ان هو يعرضه فقال له تمن تلاف دولار تمام فهو الرجل فكر بتفكير منطقي تلات تمن تلاف دولار تمام هو عادل حوالي مئة واربعين الف نية ومئة وتلاتين الف نية مصر يعني فهو جاء هنا كده اه في معايا في الكرس فقد لي بدأ ما انا راح ادفع مئة ربعين الف خاص من الوزارة او الكلام ده كله هناجح اخذ الكرس ده وله اذا لازم ما حصل يعني تمام جاخد الكرس ما هي هو حول كرس كان تكلفته للفرد حوالي اربع تلات 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 جنيه يعني ذلك مصري تمام وبدأ ان هو يحنضل الناس في الوزارة نواية اجل ياجد حد ما هو بدأ ياخذ المشروع ده لنفسه بدأ يعمله وهو كان آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� ازاي كباش مهندس? ازاي حال يا احمد ازاي حال يا محمد? كنزو? او رجل كنزو عامل ايه? اه احمد انا كنزو مش عارف اسمي. اسمي كنزو اسمي احمد ليه? ماشي. طيب. احنا هناخد ايه في المجال بتاعنا? احنا هناخد ايه ده? طبعا اه بعض الناس هيتلاقيه ومعارفينه وبعض الناس مش عارفينه. احنا عندنا جزء وهنعرف يعني فرونت وجزء. احنا عندنا مشكلة شوية اه في الجروب بتاعنا ده بالذات اخصصا الجروب ده ان الجروب ده الوحيد المختلف شوية اه ان هو معظم الناس اعزاء واخواتي زي اخواتي واكتر يعني. بس المشكلة ان في ناس منهم عندهم خلفية. خلفية عن موضوع. وفي ناس عندهاش خلفية اصلا عن استخدام البي سي. تمام? يعني ممكن يكون هو بس ايه خلفية وبسيطة عن البي سي. فده اه يعني هو بجلس يفتح كمبوته لمجرد ان هو يلعب اه العاب يلعب كزا لعب كزا. فاحنا ريتم بتاعنا هيبقى مختلف شوية. ان احنا هيكون عندنا وان في الاسبوع اللي هو مسلا اه انحددها مع بعض على حسب مناسبة للظروف كلها للناس كلها. وهيكون في للناس اللي هي ما عندهاش اي خلفية. ما عندهاش اي خلفية خالط. دول بقى هنبدأ ايه نجوه هد معهم. هد في الحاجة اللي هي اه ازاي سطى بالبرامج ازاي كزا ازاي كزا. مجرد بس اسبوع اسبوعين هتلاقيهم نفسهم هما وصلوا للليفل بداع كله. تمام? طيب. واحنا هنمشي برتم بسيط. وليه لندخل علينا عمضان. فهتلاقي الناس ايه برضو ايه حب ما انهم عايز يتزم بالصالة عايز يتزم بكزا. فهي هي فرصة كويسة ان احنا ايه ما نتغطش نفسنا. وزي ما قلت لك كده هي مش معلومات بتاخد في 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 دماغك مرة واحدة. ولكن احنا بنجسمها على 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 مدى طويل فتلاقي نفسك بعد ست الشهور تلاقي نفسك ايه باجت بتطلع اه او بشكل كويس. ده اللي اللي حط في دماغ ان شاء الله ان هيكون في محاضرة اه واحدة بس في الاسبوع. اما المحاضرة التانية دي مش بتاع الناس كلها. ولكن بتاعت الناس اللي هي مسلا اللي هما اه علاقتهم بالبي سي الى حد ما اه مش مش لطيفة يعني. وده ان شاء الله هتكون قليل يعني. تعنجل كده هنبدأ باي? لأ احنا بداية هتكون ان شاء الله من الصفر ان شاء الله. من اول خاص من اول ده كمبيوتر ده بسي وده فلدر وده كسا. ممكن هيكون بداية للناس شوية اللي هما اه اللي هما خرجين كمبيوتر او حاسباتهم علمات. ولكن اه يعني نستحمل بعضهم بالعكس هما ممكن يساعدوني كمام ان ان احنا نطلع بالناس كلها معنا اه في في لفل واحد او في مستوى واحد. خلاص? فاحنا اه هيساعدوني اه طبعا كلهم اه فيهم بخيرة اكتر مني. سواء رامي ولا محمود ولا هندي ولا الناس كلها اللي موجودين. فهم هيساعديني برضو في الموضوع ده ان احنا نطلع مع بعض كلنا. بالناس اللي هي ما عنداش خلفية بالكمبيوتر. اه لحد او تلاتة 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 الدنيا ايه كلها زبط مع بعض. طب ايه اللي هيعود علينا بعد ما ناخد الكورس ده. لا اللي هيعود عليك كتير جدا. زي البشمونديسة اية ما اتكلمت والبشمونديسة امينة ما اتكلمت والشباب يتكلموا. انت حضرتك انت مش مرتبط بشغل معين في في المكان. يعني مثلا انا اشغال مسلا وليكن مسلا مدير شركة. على ان المراسي. بس والد جدا مدير شركة يحصل للشركة اصلا اي فلاس يحصل اي حاجة. انت عندك انت ممكن توظف في اي حاجة. ده بالعكس الاسكيلز دي اللي عندك ممكن توفرها في في بناء الشركة بتاعتك بان انت اتطورها. الشركة عايزة 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 كده. بالعكس انت لما تكون دماغك في البرمجة اتلاقي نفسك انت بتبدأ في ان انت تقرار صحي. ان انت تبدأ ان انت تبدأ تفكر بطريقة اه 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 عطانية بشكل اه مضبوط. على عكس ان واحد ما عندوش اي خلفية ان هو ببرمج اي حاجة فتلاقي ايه هو دايما دي اه اه لو الشركة وجعت او اي حاجة خلاص هو ما عندوش ايه داخل اه الشركة بتاعها. زي زي ما مشونسها هنا وكانت بتكلم ده هي شغالة اصلا حاجة ادارية. اقول مزارة كورونا هي كان كانت كده متعلمها قبل كورونا. تخيل كده الشركة بتاقولها بصافي. ان هي بتقول بصافي الموظفين. فنص الموظفين يمشي ونص الموظفين يقوم. تخيل لو الجرعة بتاعتها واجعت عليها ان هي تمشي. هنها يبقى موقف مؤسف. ولكن هي بتعلمها بالبرمجة والكلام ده كله. اصبحت ان هي جاعدة بتولي اولادها وجاعدة في البيت وجاعدة كل حاجة وجاعدة في البيت متى مش اي حاجة. وكل بتعملها بالليل بالنهار اه وهي جاعدة بتسمع تلفزيون وتسمع اه مثلسل بتعمل اي حاجة هي جاعدة تتخلص شغلها. فبجأت وظيفة. اه للناس اللي مش حابة ان هي تبدأ ايه تطلع في المواصلات والاقتقال والكلام ده كله. واحنا عمدا برضو احنا احنا لما ظهرت كورونا احنا كل المجالات كلها وجدت. احنا كلنا الواحدين اللي احنا كنا شغالين من البيت كنا الحمد لله شغالين بالعكس احنا كانت شغل بتاعنا زيادة في ايام كورونا. لما حصل اصطدام والكلام كله كان كل شغلنا اونلاين. والعالم كله كان واحد. فاحنا كلنا كنا شغالين الحمد لله بفضل ربنا. ده مش عايزين البلاء يحصل يعني بس بقولك المجال الوحيد اللي اللي لما الازمة تحصل هو اللي بيشتاعك. بلص ان انت برضو انت مش متحكم تحت حد يعني معلش في اللقص انت النهاردة شغال في شركة او شغال في مكان ما لمدير. انت النهاردة انت النهاردة المجال الوحيد اللي خليك تشتغل هو المجال بتاعنا. انت النهاردة او انت عايز تشتغل بالبيت مش تحت سيطاة حك. انت النهاردة تقدر تخش هنا كده على او اي حاجة بكشة كبيرة اي او مستقلة والكلام كله تروح تستقط شغل من عندهم اهو 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 تمام على مستقل نفسه موقع مستقل نفسه انت ممكن اصلا اه تخش على مستقل تقدر تنجز اعمالك انت ناس ما تعرفهاش في الدنيا فبتقدر تخش عندهم وتبدأ ايه تجيب شغل اه وانت جاعد من البيت يعني تعالى تخش كده باستخدام جوجل ها ده موقع عادة ها وتعالى نجيب وظيفة مسلا او نجيب شغلانة مسلا تمام طبعا ده وليكن مسلا عايز عروض مسلا اه عايز اشتغل مسلا مطور الارفات هتلاقي هنا مسلا وليكن اعمالي عروض مسلا صفح مشاريع عايزين نقول مسلا اه برمجة اه انت جاعد من البيت وتخش هنا مسلا ده عايز اه شغل وده عايز شغل وده عايز شغل من البيت كل تمام اه مسلا اه برمجة اه تطبيق الالكتروني اه تمام الرجل هنا بيضيف ايه هو عايز ايه تمام وبيحط اه متوسط العروض بيقولك الميزانية اللي حضرتها الرجل ده علشان يخلص التسقاة دي اللي حد عايز ياخدها اه في في مدة تنفيذ تلات ايام من خمسين دولار لمية دولار يعني انت لو خلصت التسقاة دي انت هتاخد اه من متوسط خمسين دولار لمية دولار فانت بتخش والله انا اه مدة بتسليم بتاعتي انا اه وطبعا هو بيقولك انا عايز مدة خمس ايام اه تلات تلات ايام تلات ايام فانت ممكن تقول بطل لعب يا مين يبيع عدة مين يبيع عالشاشة بطل لعب يا حبيب طيب اه فهنا بيقوله والله انا عندي تلات ايام طب كيمة العرض هو طبعا حاطت لك ميزانية مسلا اه خمسين دولار لمية دولار والله ممكن تقوله والله تسعين دولار انا هشتغل الشغلان بتسعين دولار وتبدأ ايه تبدأ تجدي نفسك انا اشتغلت في كذا واشتغلت في كذا واشتغلت في كذا واشتغلت في كذا والسكيلز اللي عندها تعام ونبدأ اضغيف العرض بتاعك العرض ده بيبدأ هو بيشوف بتاعك كل ما انجاز تعمل انجاز تعمل تلاقي نفسك كل ما بتاخد ريت خمس نجوم تبدأ ايه الناس تشغل لك فانت ها قعد عرض خمسين دولار او ميت دولار انت اشتغلت بالميت دولار ده في التلات ديام دي تبدأ تخش على عرض تاني تمام ونتشغل من البيت انت مش تتاح سيطرة حد ولا انت اصلا حد تعرف يعني. الميزة في الموضوطة ان اكتر الناس اتحمسة الموضوطة هو الناس اللي هما في ميل. الميل بيبدأ ايه? ياخدوا الطريق السهل. السهل هو ايه? يبدأ ياخد الطريق اللي هو ايه? اه يبدأ يروح مسلا يشتغل كشير يشتغل مش عارفه يشتغل في كذا يشتغل في كذا لكن البنادي انا حاب اشتغل البيت لهم هما معظم هما اللي ايه? اللي عاملين اه او حسابات على مستقل اللي عاملين حسابات على اه اه عاملين حسابات على خمس خمسات دي مواقع كلها بتجيب اه فلوس وتبدأ تشتغل من خلالها. ده انت مش تحت شركة حد ولا تحت سيطرة حد انت جاعد في البيت قدامك الشاي قدامك النسكافيه وجاعد ايه شغال من البيت. طب والله اللي بحب يشغل البيت وليه راتب شهري اه كل شهر بجبط براتب معين. والله خلاص انا هبدأ اجدم على وظف. اهو. وظف. وظف. موقع وظف. موقع وظف بيبدأ ايه? يعرض لك اه الوظائف الموجودة في مصر كلها او في العالم العربي كله. فوالله انا بقول له وسلا انا حيز مسلا اه الرجل اللي هو اه دفولور. هاي هنا الديفولور هنا لما يجب الكلمة الديفولور هنا ليه تلات اه يعني كتير من الطايتل. ديفولور دي تشمل كتير. فاحنا بس انا نجي ان الديفولور ده مش مش ديفولور حاجة تخصص. نحن عامل زي الدكتور كده. لما نقول الدكتور. طب هو دكتور ايه? دكتور ايه? دكتور ايه? عندنا اه ايو اس اللي هو ايفون وعندنا الويب. تمام? دول التلات حاجات. كل واحد منهم بتحتيه حاجات تانية. يعني هو شغال ناتف ولا كروس بلادفورم? هو ناتف ولا كروس بلادفورم? طب هو شغال ايه بقى في الويب. شغال بقى في الويب ده شغال ايه? هنجزة اتعلم كل حاجة فيهم بس ايه? اشغال فرون ولا شغال باك? ولا شغال فولي ستاك? ولا شغال ديزاينر ولا تحت كل من البلون دي طايتلز او ازايف ممكن حضرتك ما تشتاش يعني ما 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 توصلش للمرحلة الاجتيازة ان انت توصل الفولي ستاك. بس ممكن تشتغل بالطايتل ده بس. لأ ممكن اشتغل بالباك اند بس. لأ ممكن ادرس الاتنين واشتغل فولي ستاك. انت على حسب القدرة بتاعتك على حسب ما تقدر تنجي زمين من الكورس. فلو انا هنا كتبت بقى منهم. بس هتكلم عن الفرج ما بينهم يعني. هنا كده. ودوست سيرش. بيبدأ يبدأ الوظائف اللي موجودة داخل داخل مصر او داخل اللي انت حددت. انت ممكن كمان بتقول له والله انا عايز في الكويت انا عايز في الامارات عايز في كذا عايز في كذا. فدي كلها الوظائف. بتبدأ تقدر اه تجين على اي وظيفة فيها. طبعا لو انت لسه جينيور فانت بتكتب ايه اه انا انا جينيور بس. تمام? لسه انا بتعلم يعني. اه مسلا بتاعتي لسه اصلا اه فريش. اه اه فريش فانت تلاقي ايه فرونت اند خبرة كزا فتبدأ ايه الوظائف عندك. لكن لو انت بدأ تبدأ تبدأ ايه تلاقي وظائف تانية مختلفة عن الفرونت اند. ده وظائف برضو موجود. تمام? فيه تلسين واربع سين على حسب ايه الوظيفة التي. طبعا زي ووظف كده مواقع كتيرة جدا ممكن يعني ايه 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 ايه? عندنا خلاص قررنا ان احنا اتعلم برمجة. فانت عليك قبل ما تتعلم برمجة? يعني احنا كنا في كمبيوتر ساينس. اه في الكلية بعيدنا اه المشكلتنا ان احنا في اربع سنين جاعدين نتنطط بين اه كل مجال ومجال تالي. نقول ايه احنا نتعلم شبكات. وبعد ما اتعلم شوية من الشبكات نقول لك ايه لا ابص الناس بتقول الموبايل احسن. اروح اتنطط شوية شعر شعرين في الموبايل لاجه نفسي مش نافع. اه ده اللي حصل معنا. الناس اللي هي حصل الناس داخلت كمبيوتر ساينس عارفة الكلام اللي بتكلم فيه. فاطلعت الاربع سنين بيجينا نفسنا احنا ولا مسكين حاجة في ايدينا خالص. ولا ايه موبايل ولا ايه اس ولا احنا اخدنا شوية هنا على شوية هنا على شوية هنا. ليه? لان حضرتك انت داخل نفسك تجرب. تجرب يعني ايه? احنا ما كناش اه واقعيين في اه في الحياة الدراسية. احنا بجاعدين اخرين نجرب نفسينا واي اه اكشن منك انت تحط نفسك محل تجربة انت هتزجع. زي مسلا انا داخل ايه? هجرب هشوف ان انا هنفع اه في الحيطة دي ولا? انت عطيت لنفسك احساس انت ممكن انفع ولا? فانت لا مش هتنفع طبعا. لكن انت النهاردة اه دخلت معنا في الكورس لا انت متحطش احساس التجربة دي في دماغك. انت مش تداخل تجرب انت داخل تخش لا انت داخل تجيب فلوس من الحيطة دي. وانا داخل اجيب فلوس يعني لو طموح فلوس تم انا والدي سايب لي ما شاء الله فلوس وكزا. الموضوع مش ان والدك سايب لك فلوس وعندك شركة وصاحب شركة. هي فكرة انت فيه كيان انت بتتكونه وفيه اه روح بتبدأ تتطورها من السكيلز وكيان دي كله. مش فالك بقى انت صاحب شركة ولا معك مليارات ولا معك مليارات ولا معك مليارات. لا انت حاجة بتهندلها بايدك فهي حتى لوعيك الفلوس لا انت كيان بتنفظه. ولذلك تلاجي والله معوںcave المرمجين اللي عندي هم ناس من المينوفية. انا كنت دايما اقول لهم كده. الم idee خلص دايما من المينوفية دول من الناس اللي هم بيحبه. احد من المينوفية على انا شباب. احد معا من المينوفية من اصحابي. اه. việc الفلوس شوية يعني احد ما. فشان هو بيحب الفلوس ختلاقي ايه هو عارف ان المجال بتاع الكمبوتر سايزتي ده هو اكثر مجال بيجي فلوس. فتلاقيه هو دايما دايما ملكز في البرمجة فلو انت عملت احصائية كده عن عدد المبرمجين في مصر اكتر عدد فين حتاقيه هو المنفرية يدبعه بعد كده المينيا المينيا مش عشان حب للفلوس المينيا عشان هم يعني دماغهم في اللوجيك عالية شوية كالوجيك عاليين شوية وكمحافظة هي كبيرة ده بتقول كده بس يا باشمهندس عشان انت من المينيا ايه؟ من المينيا من المينيا؟ لا لا والله لا مش عشان من المينيا والله خلي بالك بعض الناس دي من المينيا فهلا بالك يا حبيبي كلهم اخوتي فلو انت من محبين الفلوس هتلاقي نفسك انت شادل في المجال ده لو انت مش من محبين الفلوس وبتحب ان انت تطور من نفسك هتلاقي نفسك انت حلو في المجال ده طب المجال دي هتطلب بها المجال اللي يتطلب ان انت تحديد. تحديد. قبل ما تبدأ. ولذلك انا محبتش ابدأ. اقول يا الله بنا نبدأ. اصلا انت هتبدأ النهاردة وذكرت عشرين ساعة. وبعد كده سكوت سنة. فيديتها ايه? ما فيديتاش حاجة. لا انت ابدأ صح. وخد وقتك قبل ما تبدأ. والله انا اصلا قبل ما ابدأ المجال ده انا مش نافق. خلاص ما تبدأش. ما تتقفش نفسك. فكانت المحاضرة دي مهمة ان انا حط سكيلز في دماغك هو انت هينفع ولا لا. ومش ينفع معنى انت دخل تجرب. لا هو ينفع ان انا اكون حاجة ان انا هبدأ هعرف اتعلم. مش 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 دخل اجرب نفسك اقول ايه? هو لا ممكن هنفع ولا يكون ينفعش. لا هو ينفع ان انا هطلع شور. اه ينفع طلع شور. هو ينفع ان انا هجيك فلوس من المجال ده. اه ينفع اجيك فلوس. فان انت تحدد احد دي. احدد انو انا اذاكر موبايل ولا اذاكر ايو اس ولا انا اقول لك مش شدتش دماغك ليه? ان احنا عندنا عنصر هو ده اكتر حاجة منتشرة. انا بريحك بفكر معك هو انت المفروض كنت انت هتعمل الكلام ده مع نفسك. ليه عنصر هنا اكتر من موبايل وايو اس? بيقول لك لان الويب ظهر داخل الويب حاجة جميلة جدا اسمها بلدفور. بص يعني يعني انا عايزة ادخل معلومات في دماغكو لانها الناس اللي برا المجال. بس الويب دي يا شباب اللي هو حاجة زي مسلا الموقع اللي انا فاتحه ده. حاجة شبه ده ويب. حاجة شبه مسلا اه المواقع اللي ايه مسلا اه مسلا اللي هي البنوك لما تخش على بنك كده وطيب ده ايه حق مسلا دفع اون زي البنك كده اهب. اهب. ده موقع بنك تقدر تبدأ تسحب تقدر تعمل اكاونت بالحساب وتبدأ تعرف اه حسابك البنك كام تعرف التأمين كام وتقارير عن حسابك وتعمل كل بتاع البنك بدل ما تروح البنك تقدر تعملها من هنا. ده موقع بنك مسلا. الموقع زي حاجز تساكر طيران او قطار او كزا. حق مسلا موقع لو انت هتعمل مسلا مشروع لصيدلية او حاجة اه تمنج صيدلية او حاجة كده ويب. اه برضو صيدلية مسلا زي صيدلية صيدلية اولاينة. مسلا عادتوا بوردر من على صيدلية مسلا كده اه فبالشكلها. موقع زي سوق مسلا. اهه. ده كلها اه مواقع كلها اولاين. دول. اه اللي هو الموبايل بقى اللي هو زي اه مسلا الواتساب زي مسلا اه لعبة انت بتنزلها ده موبايل. فانا اقول لك حضرتك احنا هنطارجت الويب. ليه الويب? لان الويب. فيه فتش اغزارة اسمه من خلاله تقدر تكتب ايونيك. طبعا الكلام مش مفهوم لبعض الناس بس هيبجي مفهوم لبنيجي ان شرحه ان شاء الله. ان ان انت تقدر من الويب بعد ما اتبرمه. تقدر تقول ايه? انا يا ويب انا عايز اطلع منك موبايل. يا ويب انا تطلع منك اي او اس اندرويد او اي اس. انا عاسف ده موبايل اللي هي اندرويد انا عاسف. لويب بعد ما تبرمجه وتقدر تطلع من النسخة طلعت دي. ابنت هنا درابت طلعت عصافير بحجر واحد. في مجال الويب. ان الويب اشهر اشهر في الشغل. سواء حد عايز اعمل بورتفوليو. اه عايز اعمل. لو انت دخلت على مستقيلة حتى هتلاقي كل الطلبات اللي هنا اللي عايزين يعملها ايه تصميم كزا تصميم كزا تصميم شعار تصميم تصميم كلها مواقع. فهتلاقي ان الويب هنا ايه اكثر انتشارة. طيب. ايب خلاص قررنا كلنا ان احنا هتعلموا طيب ايه اللي هتعلمه في الويب? والله احنا عندنا في الويب احنا عندنا كزا طيب. انا مسلا من النوع اللي اللي هي في الديزاين والالوال والحاجات بكلها. فهنا يجي حاجة اسمها يو اي. يو اي يعمل ايه? اللي هو بيبدأ يرسم الويب سايت بتاعنا على سبيل المثال. انا هاشتغل مسلا على الفيسبوك كنا. عد الفيسبوك هوا. فانا مسلا عايز اعمل الاشكال اللي انت شايفت. على سبيل المثال مسلا الفيسبوك هوا. آآ شاشة اللي هو كده. فيسبوك. شايف كده? بالشكل لا. شكل الزرار اللون بتاعه المكان بتاعه آآ لم هفر عليه لما اجب الموس عليه لما اتحرد شكل الويب سايت نفسه. ده كده كيو اي. طيب حضرتك انت كتبت يوزر نيم و باصل المفروض لما تدوس هنا الزولار ده بيبدأ يشوف اليوزر ده يوزر ديم ده والباسور ده موجودين في قاعدة العناية بتاع الفيسبوك. هنا بجاء الباك اند. ان الباك اند بدأ ايه? يبدأ كود ما حد شايفه. يكن الدزاين الالوان والاشكال اللي انت شايف. فهنا فيه طايتل هنا اسمه يو اي. يبقى هنا الطايتل بتاعنا يو اي. يبقى انت حضرتك انت عندك طايتل. طايتل يا شباب يعني وظيفة. اني مسلا ما اقول لك ايه? دكتور. ده الوظيفة بتاع الدكتور اسنان. ده كده اكيد انا بقول ايه? دكتور اسنان. يبقى الوظيفة هنا يو اي. طب اليو اي ده ايه? هيتعلم شوات حاجات. هنكتبه من دوقتي. يبقى المجال بتاعنا ده. انت ممكن تشتغل يو اي. ده المجال بتاعنا. طبعا زي ما احنا احنا بندي لكن الكلام ده هيتشرح من من الصفر يعني زي ما قلنا كده. طيب ده الجوب الوظيفة بتاعنا. طيب ايه الطايتل التاني اللي عندنا? الطايتل اللي عندنا تاني هو حاجة اسمها فرونت انت. الفرونت انت هو عبارة عن يو اي دو فولبر بلاس في مورك زي الانجلر هنعرف يعني انجلر كده حاجة بتسهل علي كتابة الكود. كده قد الطايتل التالت ان انت تبدأ تكتب كود باك انت. هنعرف يعني باك انت. انا عارف بعض الناس مش فاهم الكلام ده. الطايتل الاخير اللي هو الفول استاك. ده طايتل. فول استاك ده اللي هو شامل. اللي هو ده مع ده مع بعض كده اسمهم فول استاك. انا اسم. ده مع ده مع ده مع ده. التلاتة دول مع بعض. التلاتة مع بعض فول كل حاجة. وده اللي بيتارجوته الكورس بتاعنا. الكورس بتاعنا بيتارجوت فول استاك. بس انت حضرتك لو انت تعبت. وخلاص انت خلاص ذاكرت شهرين وبجيت خلاص انت ممكن تشتغل بالشغلان دي. يعني البشمانديسة اللي كانت شغالة دوقتي وتكلمت دوقتي هي شغالة تايتل فرونتين دو فولبر. شغالة بالجزء ده. على الرغم ان هي خدت الكورس كامل. بس هي لما جالها الوظيفة جاتل على الوظيفة دي. اللي هو فرونتين دي. انت ممكن يجي لك وظيفة بالشغلان دي. طب انا بتعلم كله. ممكن تشتغل بالفول استاك. وده الطرجة اللي موجود في مصر. او او دايما تلاقي الشركات ولكن عايز واحد عارف كل حاجة. بيبدأ يشتغل بالفول استاك. ده تايتل الموجودة عندنا. في جلب كل تايتل من تايتل دي. انت تلاقي ممكن الناس بتخدم عليه. بتشتغل عليه. زي الراجل بتاع السيو. زي راجل بتاع الفوتوشوب. الراجل بتاع الجرافيك. ده بالله مش علاقة بي. هو الناس بيتخدم علينا. تخدم علينا ايه? بيجيبو لنا الحاجة وابدأ ايه? نشتغل علينا. فممكن الناس منكم عارفة الكلام ده. وفي ناس اول مرة تسمع كلام ده. فحتى لو انت ما فهمتش ولا اي كلمة من انا قلت ده. انا بقول كده ما يتم في الكورس. انت عندك وظيفة اعتبار ان وظيفة. اتنين ثلاثة والرابعة اللي هي شايلة ده كل. في الاستاك. طب الكورسي بيدي ايه? بيديك ده وده وده. يعني تجريبا اللي هو الفلستيك اللي هو كله. انت الحضرتك خلاص اول شهرية تعليم ده واعايز تنفد بجيلدك كده وتعبت خلاص ممكن تستعد. طب ااا فيك الحماس وعايز تكمل خلاص تكمل ده. معنا. طب خلاص فيك حماس سان хоть كمل كمل معنا الباقية. عندك حماس كمل الفلستيك. لكن انت ممكن تشتغل بدي. ايه المدى الكورس اللي ممكن ياخده هو بياخد من خمسة لست شغل. ده الكرسي بتاعه. طيب ايه اللي المفروض هتعلمها قبل ما اخش الكرسي ده? اه والله ان انت بتعرف اه اه تتعامل مع البي سي. يعني تفتح الكمبيوتر. بتعرف اه تسطب برنامج. اه زي ما بتسطب لعبة كده لو حضرتك قلت لك نزل لعبة البيس ولا حاجة. طيب هو انت لو انت اول بالحطة دي خلاص احنا احنا مش عايزين اكتر من كده. طيب اه انا مش خارجيش كمبيوتر سايينس او خارجيش حاسبات ومعلومات والكلام ده كله. احنا مش محتاجين بالعكس. بالعكس الناس اللي هم حاسبات ومعلومات هم اللي بيتعابوا. ليه? بيركزوا في يعني يهتموا بالتفاصيل. لكن الراجل بتاع تجارة وبتاع اه اي حاجة اي خارجة اي حاجة غير حاسبات ومعلومات تلاقي ايه? اه لا بيكون عنده ان هو يمشي في الطريق من غير ما يفكر. لكن احنا بلجوة نفكر الحاجة. عارب زي ايه? زي مسلا الدكتور الباشر كده لما يجي مسلا ياخد اه احتياطات ولا كزا يبدأ ايه? يبقى اوير بكل اه ده حاجة حلوة بس بتعطلك في المورة في المجال بتاعنا. هي الحاجة اللي هي اهتمام بالتفاصيل مش 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 عندنا في المجال بتاعنا. ممكن تبقى في المجال الطبي في المجال الصحة في المجالاتي التانية لكن احنا عندنا اهتمام بالتفاصيل بيخليك فعلا انت بتتعطل. بتعطل ازاي? اه لا انت الكون مكتوب. حتى دايما يقول للناس سلاسة ارباع العلم. سلاسة ارباع العلم. معرفة. معرفة مصدر العلم. معرفة مصدر العلم. معرفة مصدر العلم. يعني يا معرفة مصدر العلم. يعني ان انت حضرتك انت مش صح ان انت تبقى عارف كل حاجة. يعني مسلا احنا هناخد مسلا مع بعض اه اليو اي انت بتسمع كلام والكلام ده كله انت فهم عشرة في المية عشين في المية. حلو جدا. انت مش لازم تبقى عارف مية في المية علشان تبدأ تبدأ. ان انت تبقى عارف مصدر العلم. مصدر العلم يعني انت النهاردة لما لما انت عايز تعمل حاجة معينة كارد مسلا معينة هتبدأ تسيرش كده ازاي اعمل مسلا لوجن مسلا بيج مسلا انا باديك مسلا مسلا باستخدام ايه مسلا كوت بين مسلا انا بعد كده انا اتعلم ازاي نسيرش يعني فهتلاقي نفسك الراجل ده اصلا كتيب لك الكود بس انت عايز تغير عليه. تمام هده شاشة لوجن. طبعا مش من الصح ان انت تروح للمجال الجاهز اه قبل انت بتتعلم يعني هادي الكود ده والكود ده بعمل كسا. طبعا احنا هنتعلم الجاهز في الداع. احنا متعلم الحاجة من السفر ولكن اه ما تركز فيها ان انت لازم تبقى كل حاجة اول بيها. كل حاجة اول بيها. لأ. السلاسل رباء العلم معرفة المصدر بتاع ان انت بعرف المعلومة تجيبها من هنا. زي مسلا ايه? واحد مسلا اه راجل لما يجي يجع في المشكلة فقهية لحاجة احنا عارف هسأل الشيخ محمد عارف هسأل السلامي عارف هسأل مش عارف ايه? عارف ان انا هسأل ده لما احتاجه. تمام? طيب الربع البيع ده فينا بش محمد. اتفضل? الربع البيع ده فين? الربع بتاع ايه? اه. تلات اربعة. اه. الربع الربع اللي انت عارفه بقى. تبقى عارف العلم. يعني انت بقى عارف يحيا معكم ببالي. الحمد لله يا سامي. طيب. انا بعتلك لنجل عشان انت قلت اه جاين لي على الكورس ده من زمان. طيب. طيب. بسم الله. حد عايز يستفصى عن حاجة شباب انا لسه اه مش عايز ابدأ ونقول يلا هب بينا ونشد حينة ويلا والناس اصلا مش عارف هتاخد ايه? يعني احنا كان على عيننا ان احنا نقول ايه بص شباب يلا نسطى بالبرنامج اللي نشتغل به. ويلا نكتب كود. بس انت بتكتب كود وانت وانت عايز ايه من الكود? هتطلع ايه? هتستفيد بايه? ده اللي لازم تحطه هل? ده الصح ان احنا كنا نكتب كود ولا كنا لازم نديك خلي فيه على الموضوع ده شوية? لو حد عايز يستفصى عن حاجة يا ريك. علي. شو نس علي. معنا? معك مش معك. ايه القبار عمليه? وحيشنا والله? وانت اكتر والله الله يسلمك تسلم يا ريك. ازاي تقول اتوكل الله. طيب. اه حد عايز يستفصى عن حاجة ما قبل من يبدأ? احنا لسه هنبدأ. حد عايز يستفصى عن حاجة? اي حاجة? حد عايز يدف معلومة? لا تمام جدا انا باش ما هننس. طيب. بسم الله. احنا محتاجين عشان نكتب آآ كود برمجة. آآ هنا. عندنا كزا لغة برمجة. احنا عندنا مسلا واحد هيكون آآ هيشتغل مسلا. خلاص ده الفرونت ده البداية ايضا. طيب. بعد كده يشتغل بك ايضا. اشتغل بحاجة اسمه بيتش بي. لا ده ممكن نشتغل دوت نت. اس بي دوت نت. طيب. آآ خلينا كده ادام احنا فرونت ده مشترك بين البيتش بي ومن اس بي دوت نت. خلينا نبدأ بالفرونت وبعلي كده احنا هنقرر هنشتغل بيتش بي ونشتغل اس بي دوت نت. تمام? فقد الفرونت. خلاص ده تايتل بداية. ده تايتل بداية. ده تايتل هنتارجته في خلال الشعارين دول. بعد ما انتارجت الشعارين دول نبدأ نخش على التارجت التاني اللي هو الباك انت. طيب ايه هو الفرونت? هو ده موقع. فرونت اند ديفولومنت. تمام? يعني حضرتك هيجي لك الموقع كده. بي اس دي. ولياكم مسلا. بي اس دي ويب سايت. انا عايز حاجة اه تبقى انتوا اقوير بيها. مسلا ويب سايت تعمل للفيسبوك يعني. خيل ان احنا مسلا الفيسبوك ده مكانش موجود. وحضرتنا بيجي لك الصورة بالشكل ده. اللي بيعمل الصورة ده حد بتاع فوتشوف. ده بعيد عننا خالص. ملناش علاقة بيه. فالراجل اه ها تخيل كده ان هو ده موقع اه هيتعمل. فيجي لك الصورة بالشكل ده. احنا خلاص عن برمك. عن موقع زي الفيسبوك. فبيجي لك صورة زي كده. وانت حضرتك هتبدأ تترجم الكلام ده لكود برماغي كيو آي. جيس على هذا الاساس ان ممكن يجي لك بي اس دي. لسيستم بانك. اه انت شغال على اي برامج محمد سمير. محمد سمير. احنا شغالين احنا شغالين على البرامج شارعينها من الامارات. وبرنامج تاني كنا شغالين عليه شارعينه من الهند. البرنامج التاني الحديث اللي احنا شغالين عليه حاليا اسمه كاسماكس. اه كاسماكس هو من البرامج اللي هي بتدير الحسابات خاصة بالبنوك عموما لان احنا شغلنا قريب او من البنك. فهي بتديرك حسبيا يعني بتدير كل القائم اللي انت عايزها حسبيا. اه برنامج زكي جدا وبيتطور من نفسه وبنتفح فيه اشتراك اه سانوي. اه ان شاء الله هببعات لك صور من داخل البرنامج كده. ما انا لو لو كتبت الاسم وفي الشات كده يعني اعجيبك. كاسماكس. اكتب الاسم في الشات كده? في الشات يلي كده. اوه. 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 احنا بينا ببعض الشات على الواتساب. ماشي. ده برنامج محاسبي. اهان. ايوان اول واحد. اول موقع. اه. ده اللي اعلاقة بالحسابات. الشركة المطورة لو انت رجعت الشركة المطورة هي كانت اول موقع في البحث. اه الشركة الاولى. اه. انا كنت عايز اجيب لكم الشاشات من جوه بحيز ان هو مسلا ايه هيجي لك اه هم عندهم موب سايت غير الابليكيشن كمان. اه اه. الوب سايت ده مش عشان اه يشتغلوا في الشركات. لا. ده علشان مسلا انا انا صاحب الشركة. فانا عايز اشتري. عشان اشتري بخش على الوب سايت كده وهو البرنامج محاسبي. فيطلع ايه البرنامج الموقع بتاعهم ده. فهنا بيدين ايه زي ديمو. ديمو كده ان انا ابدأ اشوف الابليكيشن او اشوف هو بيدين بيقول انه فيه كزا وفيه كزا. وابوت اس انه هما شغالين مع مين? وشركات مين اللي شغالة او شاري الابليكيشن ده. فانا امبسطت بالناس اللي شغالة وهما اه مكانهم كويس وكان بكله. تخيل بقى لو انا جالي بقى اه هايز اعمل بتاع الشاشات بتاع الموقع او اللي هما شغالين عادي ده. وانا يكن بس هايز اوصل للشاشات بداحته. طبعا هما اشعرض لك الشاشات هنا انا ممكن اجيب الشاشات من مكان تاني. ممكن اجيب الشاشات من هنا ان هما يعرضوه لهنا. فيه شاشة من الشاشات دي ولا? لا اه هو متطورة عن كده انا ممكن اجيب لك الشغل الخاص به. افضل من كده يعني. تمام. هما اصلا برضو عمديني موبايل موبايل اب كمان يعني. صراحة الاشتراك الاشتراك معهم غالي جواية بس لصراحة البرجمج مريح كتير يعني. ايوة الاشتراك مش هتلاقي اه كلام فاضي هتلاقي كلام كبير. اه اه. انا انا عايز اقول لك احنا احنا كنا شغالين على الابليكيشن. اه والله يا عزيمة شباب يعني هي فكرة. بدأت بقى. اي زي الراجل بتاع الفيسبوك ده اصلا مورجت على الفيسبوك ده كان خليش كلية وجاعد يعمل اه اه ويب سايت فبداخله دوقتي ملايين اه اه انا كنت شغال في شركة اه كندية. تمام? اه الشركة دي اصلا واحد اصلا هو صعب وكده جاعدين جالك احنا نعمل ايه برنامج لادارة محاسبة. برنامج محاسبي. تمام? مع بعض كده برنامج محاسبي. اكيد رامي عارف الشركة دي يعني اكيد بتسمع العلام. اللي هي اسمالين تسنتي كرام. تمام? اه عين سنة. الشركة دي بدأ ايه? ان هو يبدأ ايه? يعمل برنامج محاسبه هو صعبه. الكلام ده في الفين في سنة الفين او الفين واثنين يعني. انا عايز اقول لك السيستم اصلا ما انا نفسي مرضيش يدفع فيه مئة الف جنيه. انا نفسي عن نفسي يعني. انا عايز اقول لك كل يعني كل بيجي بيدفع فيما يقارب مثلا اه خمسين مليون دولار. ايه خمسين مليون دولار عليه مش مشغلين مشغلين بعد ما كان هما اتنين شغلين في السيستم حوالي اه بعد ما مشيت كانوا حوالي اكتر من خمسين فرد شغلين في السيستم ده. وسيستم اصلا تعبان يعني اصلا معمول من الفين واثنين وحاجة جديمة وحاجة صعبة جدا والكلينت برا في كندا قاعدين يدفع فلوس مش عارف ايه. بس الماركتنج بقى. يعني الماركتنج يلا الله المستعين. اه 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 الموضوع ايه. الناس محترمة وناس زي الفل وهو ده البيزنس ان انت تعمل الماركتنج اه 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 ايجار سيارات والكلام. اه ايجار سيارات اللي هو ايه يا شباب ان انت الآن انت انت النهاردة بتعمل انت النهاردة هتطلع من مطار الكاهرة للمليوم. انت مش محتاج ان انت تتكلم حد بقوله تعالى لي واستنين لكم ده كله. انت بتخش تقول انا عايز العربية فنان وانا لا سوق. انا انا سوق العربية. فالعربية بتبدأ يقولك اغرب سيارة لك من المطار جنب المطار. فانت معكش مفتاح ولا معك اي حاجة انت بتروح مجرد ما تعجز يديك لوك يفتح لك السيارة. من خلال تفتح السيارة تاخد السيارة وتبدأ تروح على المانيا. وصلت المانيا عند بيتكو وخلاص شكرا السيارة تقوله اغفل. هو بيعرف ان انت اصلا فيها جهاز تتبع يعرف ان انت اصلا منزلت من السيارة ويبدأ يكفل. هو حاليا بعددنا. هو حاليا الموضوع ده موجود سكوتر سكوتر كهربائي موجود في الشوارع هنا في كل حتة بتنزل على الموبايل وبتشح ان انت عايز مسلا تستعمله لمدة ساعة او شيء بتحجزه بس تمسح الكوت بتاعه بيفتح السكوتر معك وبتمشي ايه نفس الفكرة ايه ايه نفس الكلام كده. فهي كلها وكلها محل تنفيذ. يعني تلاقي نفس ايه? اه تلاقي الناس اصلا اه لو نفزت السيستم تلاقي نفسك بتنفيذ التاني والتاني تربع وهكذا يعني. بس طيب ايه بقى الفرونت بقى الفرونت ان انت تعمل الاشكال دي. شايف الشكل ده? الشكل ده الشكل ده. اه ان انت تعمل ودش ديمو كده. ان انت تعمل اه مسلا اه فورمة زي كده. هسجل شرك. هسجل بينات او. زي كأنك بتسجل اه رغبات مسلا لكلية مسلا. فبتسجله. انت بتعمل الشكل. الشكل ده. ده كده فرونت. ان انت حضرتك تدوس كده اللي انت كتب تادي. تروح للناس اللي هم خاصين بالرغبات اللي هي الكلية او الجامعة او كزا او للادارة. ده بك ان. ابا هنا الفرونت اللي هو الشكل. شكل الحاجة ده. الطول بتاعه. بتاعه. زي ما تشايف. الشادو بتاعه. اللون بتاعه. الحاجم الفونت. اشكال كلها. ده كده يقضي. زي ما كان مكان المكان المكان الكتابة. ده كده يقضي. ان انا بقى لما دوس صمت ده. ادوس على الزرار ده. الده ده اللي هنا لانك تبتع على البروزر تبدأ تروح لقاعدة البيانات بتاعتهم. تروح عندهم. ده مين اللي بيجون بيه. دره اللي بتاع الباك انت. احنا عندنا جزء اين? جزء الفرونت اللي هو يبدأ ديزاين. جزء الباك انت بقى ان انت يحصل كود برماجي يخضي الده دي. فهتلاقي جزء الفرونت الجزء سهل. هتلاقي دايما البنات بتمين الجزء الفرونت شوية. ليه? هوا بتحب. ع الرغم ان هما بيميروا للشغل ده اللي تلاقي الناس اللي شاطرة في الفرونت هما الشباب. يعني اه رغم ان المفروض ان البنات هما اللي عندهم اوير بالحطة دي. اه لا تلاقي الشباب هما اللي بيبدأوا. مش عارف العملية اتحاكست لي دلوقتي. كمان? بس. اه. اه. مين? اه مانور. ايلا اخبار. تمام? اه. مميوم الحمد الله. مش انت مش الشاطرة في الفرونت برضو? اه شاطرة في الفرونت بس تغلط فيها. اه 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 طب اه اه ماندسة مانور اه معنا يا حد اصلا. احنا كنا مستنيينك تتكلمي شوية بس انت اتأخرت شوية. احنا خلاص احنا مش هندي حاجة النهاردة كتير. غير ان احنا نسطح ببنامي. ممكن تتكلمي معك. انا بحضر معك بمحاضر رؤية دي. لا لا اتكلمي. انت اصلا ايه ايه اصلا? انا كنت خرجة كمبيوتر ساينس. جامع تاني شمس. انا كنت اصلا كنت دخل كورس الويب الفول ستك كامل. واخدت جوز الفرونت اند على مرتين صراحة انا عدته مرتين. وبعد كده كملت الجزء التاني من جزء الباك اند مع باشماندسة عبدالله. بس بصراحة يعني الواحد يعني كان كان يعني بيزود معلوماته اكتر وتعلم بصراحة من باشماندسة عبدالله اني كان بيبدأ بيشرح الواحد من الزيرو. يعني اللي مش فاهم اكتر بيفاهم اللي داخل مش عارف حاجة للمتعلم شوية. انا كنت متخرجة من الكلية زي ما باشماندسة عبدالله قال كنت عارفة قشور برضى. اننا كنا مشتتين مش عارفين ناخد انهي جزء. يعني اتخصص. اه لما لما حسيت نفسي اكتر اه يعني قررت ان ااخد ويب فدخلت دخلت على سينيور بصراحة الواحد التعلم منكم كتير. وبفاضل لك بصراحة وبفضل ربنا اشتغلت يعني. شغالة فينه. باشكرك جدا مش مانت. الله عايزك شغالة فيه. شغالة فيه حالين. شركت ويه? او. عايزين نشح الموبايل بتاعنا. او والله انا بعاني من النت. عندك عندك البيشوان ديس احمد الجندي شغالة فيه. خلي بالك. بشوان ديس احمد الجندي. اه فعني ما هو. اه فرع ايه بالزبط. مش عارف والله. اه في في سمارت. في سمارت فالج. شغالة فيه. احمد. لا انا مش. لا انا مش في سمارت انا في الدول. ايه يا رب اللي معك التوفيق ان شاء الله. وقبل بقى ما تفضل الناس اللي هما في الكورس دول. خلاص معاك. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. لان هما اكتر الناس يعزوا علي للناس دي يعني. الكورس اصلا كورس مخصص تيهم يعني مش مش كورس زي اللي انت دخلت فيه. اه. لا 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 ده كورس ثاني كورس. ان شاء الله يا ربنا يا رزاق. امين يا رب. اه. زي محمد كده بعتلي يا شباب ده البرنامج اهو. اه ده اللي انت بعته عشون سمار سمير. اه ده الويبسايت الخاص بينا ده. هم برضو اللي مصممينه يعني. اه اه. اه اه. اه 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 اتبر تحت الانشاء بقى. اه. الله نوعي. هو ده بجأ اللي احنا هنترجوته في الكورس. ان احنا نعمل اه بروتفوليو او حاجة زي كده. تمام وتسند ماسيج وتسند ايميل والكلام ده كله معنا في الكورس يعني. انت ازاي تبعت رسائل بالموبايل تبعت رسائل بالاميل تبعت كده تبعت كده. ده كله ممكن يكون بالنسبة لك صعب دل وقت. ولكن لما تاخد الحاجة زي ما قلت لك المعلومات. اه طبعا ده اومر لسه بينشاوه فعلا انا بشانس الحمد. انا بقولك لسه لسه تحت الانشاء يعني حتى الموقع نفسه احنا مش ناشرينه الاوي يعني. طيب يلا عشان تلحجهم. اخد فلوس اوكي. اه هو الموضوع عايز حماز بس. اه. اه تتحمس ان انت تكمل. ولكن انت لو النهاردة اه تعبت وعايزة خلاص بكر عايزة اشتغل ده صعب. صعب جدا. اكيد. اعايز لا عايزة استمرير اياه. فده خيال احنا نعمل ازا كده. فده شكل النقطة. شكل الحاجة دي. لونه احمر واللون الابيض لما هفر عليه بالشكل. ده الفرونت بقى. هتعلم الفرونت. الباك انت بقى ان انا اخلي الداتة بتاعتي مسلا هدوس هنا مسلا على الزرار ده. او اعمل انتر اكشن معين يبدأ يبعت مين لكل العمل اللي عندي. لأ يبعت مين لكل العمل ده بك انت. زي مسلا هكلمكم بالمنطق بتاعكم انتو اغلبكم بيخش على الفيسبوك مسلا. ان انا باكتب هنا كده بوست. بوست كده. لما اجي ده هكتب بوست هنا باكتب اي كلامة اوه. تمام? ده اي كلامة. البوست ده كده شكل البوبا بالزهر ده. شكل الصورة. شكل الفونت بتاع الاسم. كلمة انشاء باللون الاسود. الزرار ده باللون اه اللي انتو شايفوا اللي ازلك ده. لما هفر علي اخد لون تاني معي ده كده كده انت لسه ان انا بقى ادوس نشر. ويبدأ البوست اللي انا كتبته ده يسمى عند كل الناس. يبقى ده باك ولا ولا يا شباب? عندنا لا الشكل. شكل الحاجة. المكان بتاعها. اللون بتاعها. بتاعها اللي هو المكان. الشادو بتاعها او القباسي بتاعتها. اه الحجم بتاعها. ده كله كشكل. شكل الحاجة يظهر ازاي? ده كده يو اي. ان انا بقى ابدأ اسمع الكلام ده عند الناس كلها. ده. ده باك انت. يعني لما دوس ناشر كده. ويبدأ يسمع عند الناس ده leap. اهدوس كده. ده كده point او back. كده. الناس كلها شافتة البوست ده. ده كده ايه. استعد,กند. ده طب. البوست لما ظهر كده شكله. ده كده ايه? ده كده front. لما جاء هنا كده. هدوس على like خارج بس. بوص لما بعد. هدوس على like هور بس على كده. ظهر like واحبابت احبابت وكذا وكذا. الحاجات دي كلها كده. شكل الحاجة دي كده. ده فرونت ولا باك. شكلها بص لما تهبرك. ده كله اشكال ده. لسه ما ديش ايه. ده كده ايه. شكل اللايقات والحاجات دي كلها شايفة. دايو اي ولا باك انت. دايو اي. دايو اي. اننا ابدأ ادوس لايك كده. ويبدأ يسمى عند كل الناس اللي شايفة البص ده. واحد تاني اكتب لايك واحد تاني اكتب لايك واحد تاني اكتب لايك. ده كده باك ان. عملية لايك دي كده. تبدأ تسمى الناس ده ايه. ده باك ان. فاحنا الجوز الاولان اللي ههتم به هو عملية. حاسين. مش عارب حاسين انا حزفتوش. ارشفته. طيب. هنهتم بجوز اللي هو اللي هو الجوز الاولان طيب عشان اتعلم يقوم. محتاجين بس ايه? ننزل برنامج اسمه ايه البرنامج ده? ولا تشغل بالك. تجي هنا في جوجل طبعا اه كلكم تعرفين ان ده متصفح. ده كروم او ده المتصفح بتاعنا البراوزر بتاعنا. فالمصفح اللي هنزل لو انت عايز تنزل لعبة بتكتب بلاستيشن او بيس او فيفا زي ما انت بتنزل او. بيتنزلها فبتصطبها على على الجهاز بتاعك. احنا مش هننزل فيفا. احنا هننزل برنامج اسمه visual studio code. اه. وبعض الناس نزلته اصلا كنتبعيت لكم قبل كده تنزل visual studio code. باكتب visual studio code. بيبدأ يودين على visual studio code اهو. انا اكتب جنبها كلمة code. عشان فيه اصلا visual studio لوحد. ولا احنا عايزين visual studio code. فابدأ يقول له ده ولود اهو. في كلمة زرار هاو ده ولود. لما دوس ده ولود يبدأ ينزل ايه? ال visual studio الخاص بالويندوز. لو انت شغال ويندوز هتنزل برنامج ده. ده برنامج نزل عنده بقى. هياخد مسلا two minutes ولا حاجة عبال ما ينزل. بعد ما ينزل بينزل لك برنامج زي اللي انا هورو لك حالا بقى. اهو برنامج زي اي برنامج زي ده كده. بتدوس عليه اهو تمام? بيقول لي انت عايز تسطى برنامج اقول له yes. فاقول له next 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 finish finish خلاص ايه? ينزل عندك البرنامج ده. فهو بعد ما ينزل. هتلاقييني بس الطابل. بعد ما دابل عليه two click. بتيجي في كائمة start هنا. كائمة start بالمناسبة. دقيقة اهورها لكم. بص اهو. هتلاقي عندك في الكيبورد. اه الشكل لها. اهو احتمر دي الكيبورد انا زهرتولي في كيبورد بس الكيبورد دي هتبقى زاهرة عندكم يعني. فبدوس على الويندوز دي. دي علامة الويندوز دي. اهو متدوس عليها كده تظهر قائمة start. فبدور على هو ده البرنامج اللي اشتغل بي. دي اللي اشتغل بي. فانتوا ان شاء الله اه المحاضرة جاية تكونوا انتم تنزل البرنامج ده على الجهاز بتاعكم. طيب. ايه المعلومات اللي لازم يعرفها قبل ما اشتغل? المعلومات زي ما قلت لك كده انتو مختلفين في شوية في المعلومات. في ناس عارفة زي شونس محمد سامير دواتي هو اشتغل على اكتر من البرنامج. هو اوير بالبرنامج والكان بكله. الناس اللي كانت معايا في الكلية هم اوير بالكلام اللي انا بقوله ده معظمه. اه في بعض الناس لسه اه لسه في السنوية ولسه في الكلية لسه بعيدا للمجال ما يعرفوش الكلام ده. فانا اعمل اه يعني جابني لحد اللي جاي. ان شاء الله. اه مع البشمون دي ساقاية. اقاية تكون معنا ان شاء الله. تمام? هو معانا احمد برضو يا سعيد احمد سيد لو حد عايز سعيد. دول هتعامل ايه? دول هايبجأ عن زي التعامل مع البي سي ازاي تسطب البرامج ازاي اه تتعامل مع الكنترول الى هنا. اه الكنترول بانل واتشيل برامج بسطب برامج. يعني اه زي اكاين محاضرة ويندوز. محاضرة محاضرة ويندوز ازاي تعمل مع برامج ازاي سطب برنامج ازاي كده. محاضرة ويندوز مش ارطر. اللي هو حد لسه ما يعرفش يعنيه كمبيوتر فاحنا بنقول يعنيه كمبيوتر. دي ملاقاش علاقة بالمحتوى. ليه? لان انت اصلا مفروض اي حد بيخش المجال ده او الكورس ده بيكون عنده خلفية عن البي سي او البي سي بتاعه. فمحتقدش ان انت كل الناس هتحتاجها يعني. المحاضرة دي او المحاضرتين دول اللي هم الناس اللي ما عندهاش خلفية. طيب. يبقى احنا المرة الجاي ان شاء الله هنلاقي الناس مسطبها البرامج دي له ده. بعد ما تنزله هينزل معاك بالشكل ده. اسطبه ازاي? على اللاب توب. اقول له رن. اوكي. نيكس 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 فينش هيبدأ يسطب معك. تيجي تفتحه ازاي? ده اللي هيفضل يعيش معنا لحد الاخر. مش هنسطبها. طيب. انا واحد من الناس يا شاكب شمانيس انا ما عنديش بي سي. ما عنديش ولا بي سي ولا عندي لاب توب. اكيد حد منكو اا عنده المشكلة. اا نصيحة مني. يعني نصيحة مني. انت لو معندكش بي سي او لاب توب. يعني حتى لو انت معي علي عن البرمجة او مش هتتذكر الكورس ده. انت منفحش تقود من يعني البيت بتاعك او المكان داعك بنفحش يقود من غير بي سي او لاب توب. انت ممكن تقود مباييع عادي موبايل اللي هو الموبايل العادي اللي هو لوounter بيعه هات بي سي هات لاب توب هات الجهاز. انت ممكن تقود بموبايل عادي مفش مفوش اي مشكلة. لكن انت اا ما يكونش عندك لاب توب ان انت اه تتطور بشغلك لو انت مسلا صاحب صيدلية وصاحب شركة او صاحب كزا بتبدأ بتعمل عليه عروض او بتعمل عليه اه بتعمل عليه اه بتعمل عليه اه كتابة اه تقاريرك او ملخصاتك ده لازم عندك حاجة اه هو تكلفة البيسي او اللابتوب لو انت اه هتشتري اللابتوب انت مسلا مسلا بتتكلم في في مسلا اه مسلا لو لابتوب يعني متوسط وحلو كده بتكلم في مسلا خالصة مسلا في myselfر مثلا انت مملك ممكن من خمسة لعشرين الف جنين فانت مش هتشيب وعشرين الف جنين انت قوير مسلا تحت الخمسة كمان ممكن تلاقي لابتوب كوهيس يعني مسلا من اربعة مسلا لعشرين الف جنين انت اخور الخطة خير واموره براسط ولا انت الجيب ال هو AgD. والي تحتها تحت خالص يعني يعني مسلا لو انت وقلت مسلا ما ايش غير تل grab جنيه ممكن تجيب حاجة برضو تماشية حلت WithMeye 20нокات subsequent Peki على جد. يعني حاول انت يعني وفر الموضوع ده. موفر. اكيد كلنا يعني هنبدأ نوفر تلاتة اربعة تلاف جنيه الكلام يعني اهبل في الوقت اللي احنا نتكلم فيه. طيب لو انت ما عندكش ومش تتصرف وما عندكش جدعة. هنا في بعض الشباب جزائر الله خير. اه بناس اه على معرفة. بيبدأ ويقدموا زي كده اه شهري كده. اللي هو مسلا اه مش بفلوسه لحاجة. هو حاجة كده يديك لابتوب تبدأ تستفيد منه. انت تشتغل به مسلا لمدة اه شهر اتنين تلاتة خمس شهور ستة شهور سباح شهور عشر شهور. ولما تخلصوا برجعوا اه حاجة بيسيبوها اثر للغير يعني اثر للغير كده. ربنا يعني الجزيم خير يعني بيعملوا كده. فلو انت واحد منهم يعني ممكن يتواصل مع بعض الشخصين كده وانت ايه نوفر لك لابتوب من اللاباتوب اللابتوب تغل معاكسة الشهور او سباح شهور وكزا. خلاص? وبعد ما تخلص الكرسي بيرجعه او اه يبقى اه شوفهم محتاجين منك هيدولك خالص او اه ترجعه. فالموضوع محلول يعني. يعني سواء انت عرفت تتصرف او ما عرفتش تتصرف في الموضوع محلول. يبقى هنا نوبة البي سي ان شاء الله او لابتوب اتحل. وحتى لو مش تشتغل في بجالة البرمجة الشعب لازم يبقى عندك لابتوب كده شخصك يبدأ يبدأ يتعلم منه او يستفيد منه. طيب تاني حاجة هنسطب البرنامج ده والحد يوم الحد وانت ما سطبتش هنخش مع بعض زوم او ندخل حد معاك زي ما انت شايف كده ونبدأ نسطب عنه. نحن هنجهز لابتوب هنجهز آآ برنامج نسطبه وهنبدأ نتعلم اول حاجة عندنا هي تمام? طيب ده ده الحد اللي جاي. طيب جابل الحد هنعمل للناس اللي هي ما عندهش خلفية عن الويندوس. تمام? تمام شباب? ده كده البيلان بتاعتها. وهنكمل لحد ما نوصل بعد ما نخلص هنبدأ ناخد حاجة اسمها اللي هو عشان ناخد الفرونت. لو حضرتك عايز تكمل هناخد الباك. حضرتك عايز تكمل هنبدأ ناخد تكملة الباك بقى اللي هي هو الحاجات التانية. اللي هو عشان فلو انت عايز توجه بعد الكورس ده ما فيش مشكلات. توجه بعد ده ما فيش مشكلات. توجه بعد ده ما فيش مشكلات. مش عايز تبدأ خالص ما فيش مشكلة. ده ده هي على حسب قدرة كل واحد. هل هو عايز تطور بتاعته? وزي ما قلت لك كده هي الموضوع مش موضوع فلوس. على جد موضوع هي بتطورها في حياتك. ممكن تلاقي واحد اصلا مدير الشركة يعني انا احنا كنا شغالين في 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 شركة تمام? آآ الشركة تي يعني كان كان اللي شغال اصلا يعني عايز اقول لك يوميا آآ يعني الله وبارك يعني ليه يوميا بيخشله بس في الشركة فيما عادل فوق الخمسين مليون جنيه. وكان بيجا عندنا في آآ دارة الكمبيوتر يقول لك ايه انا انا عايز اتعلم منك وعايز اتجا زوجود يتعلم منك. طيب هو محتاجة فلوس بالعكس ده هو جعل يجبط فينا. انا مشغل المهنسين دي كتبها هو. تمام? بس هو الراجل مش موضوع انه هو عند فلوس. لا هو موضوع عايز يتطور من نفسه. فانت حتى لو كنت صاحب شركة والدك او 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 عائلتك موفرة لك فلوس او انت عندك فلوس. الموضوع مش فلوس على جد ما انت بتبني كياه لنفسك. خلاص يا شباب? آآ حد عايز يتكلم عن اي حاجة ويدي استفسار. انا مشاشر حاجة النهاردة. انا النهاردة كده هدفها ان احنا احنا دخلين هنا ليه? لان احنا علشان الكلماتين اللي قلتم دول احنا اجعلنا اربح سنين في الكلية كنا تهيد. لو لجينا حد يقول لنا حدد هدفك حدد المجال اللي انت عايز تتعلمه احنا كنا انت احنا جيد. ولكن زي ما قلت لك كده احنا كنا كل آآ او كل شهرين جاعدين نخفض في حاجة مختلفة. اللي مرة ومرة مش عارف آآ نشتغل شوية موبايل وشوية نقول احنا مش نافعين في المجال وشوية نقول هننفع لحد ما الان بحسين خلص واحنا ايه تاقيه. فلزالي بقول لك ايه حدد الهدف ولا لزالك انا فكرت معك بسطة عالي. قلت لك احنا خلاص احنا هنكرر ان هننزاك الويب. طب ايه في الويب? احنا عندنا سلم هنمشي بيه. احنا هناخد الفرونت اللي هو الويب بعد الويب هنبدأ ناخد الفرونت بعد الفرونت هنبدأ ناخد الباك وبعد الباك هناخد البيب اللي موجود في الباك. اللي هو السلم بتاعنا هيبقى ايه? السلم ايه? ايه 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 ا اه لو انتو عايزين ريكت مفيش مشكلة. ما عايزين ريكت? ايه اللي احسن يا بشمهندس يا سوال ده انا كنت عايز اسألو لك من زمان. اللي تنزع بعض. بس ايه اللي شغل مطافر في مصر اكتر بالمعنى اللي اصح. والله هبص يا رئيس انا هقول لك هنا كده معلومة. اه شباب هو بيسأل عن حاجة كده في التوبكس من التوبكس اللي عندنا. في توبك اسمها ريكت او انجل. لو انت كنت هنا كده ريكت هبص كده هتلاقي وظائف ريكت كتيرة ج في كلها وظائف محتاجينها كده كتبت انجلر هتلاقي نفس كده متوفرة. اه اه ما تشغلوش بالكو شباب هو عايزين يعني بص من تسع ساعات رفعين وظيفة عايزين واحد ايه جينيور دي يا شباب يعني حد لسه لسه بيتعلم يعني اللي هو زي انتو حضرتكم كده بعد ما تخلصوا الكورس ده. طيب. حد عايز يضيف معلومة شباب? حد عايز يستفصل على حاجة? حد. لا تمام شكرا جدا يا بش مهندس عبدالله. عبدالرحمن دياب معك. عبدالرحمن مين? عبدالرحمن دياب. اخبارك ايه? اخبارك اه باش. الحمد لله. اعز اقول لك هندسة انا بقى لي تلات شهور مستنيك. تلات شهور? تلات شهور مستنيك والله من شهر واحد. من شهر واحد؟ اه والله. والله بش مهندس انا فعلا بقدارك ادي او بحبك جدا 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 يعني كشخصية حتى مرة الشغل ومرة كل حاجة. علايز كالك ينزو. هو الفكرة انا مباداتش والله كورسات خالص من كم شهر لاني الامتحانات بتاع الميت ترم بتاع الشباب وابتحانات النص السنة وداخل رمضان فالناس دي اصلا انا كنت ناوي ان انا ادخلهم في جروب من الجروبات ان انا شغال فيها فالناس دي تعز علي علي ورامي ومشمندسة مروة الناس كلها موعية موجودة في كورس هنا وشيماء واتكلمتوا كله موجودين معايا عشان ما اعطلهمش ان في كورس هيبدأ بعد رمضان فقلت هيبدأ معهم فانت حذك بقى انت تبعلي بشوني سياية صح اه نورتنا يا عشان نورتنا والله كنت عادة سألك انا بس ويهي الفرق بين الشغل بتاعنا ده اللي هو واللي هي اصلا المواقع بتعمل جهزة زي مثلا ده ده حاجات جهزة بتعملها بيش فيها فيتشة كتير لكن هنا زي البشمونتس محمد سامير كان بتكلم عنه بيقولك ايه سيستم بندفع فيه ملايين من الدولارات لا اتا محتاج الايد البشرية ان هي تدخل وتبرمج وتكتب كوت شكرا بشمونتس شكرا بالنسبة لالاجك بالنسبة لالاجك معانا معانا في الكورس موجود في فرونتة انا باكتبش التوبكس لان هنا الناس لسه بتبدأ يا اخي بداية موفقة شباب ان شاء الله واتمنى يعني الموضوع يكون بحماس زي ما انا واخد الموضوع بحماس انتو تاخد الموضوع برضو بحماس يعني خضوه بحماس ليه ما ما تبدأش ليه انت هتتعب مر يومين او تلاتة او اسبوع ومش هتكمل يبقى من اولها من اول اسبوع ما تكملش قلص يعني خلاص انت مش حابب مجال مفيش داعي انت هتتعب اسبوعين او تلاتة لان انت لو تعبت اسبوعين او تلاتة هو هو شبح انه ما بدأش خالص الانين واحد يعني مسلا انتو هتخيق كده انت واحد مسلا عايز يجيب حاجة من فوق الجبل الجبل ده طلع نص هو راح نزل هو الشبه اللي ما طلعش خالص هو طلع نص الجبل ما جابش الحاجة اللي هو كان عايزها من الجبل وبدأ ينزل انت كده ما عملش حاجة ده بالعكس اللي ما حاولش وما بدأش خالص هو ايه اه افيا ده ورايح دماغه اصلا فانت لو الموضوع انت مش شايفه ومهتم بيه يعني انت مش شايف الموضوع اصلا زادة جابه ليك وانت راجل اه صاحب مال او صاحب فلوس او او صاحب خبرات اه تانية فخلاص انت ما ما عليك بس انا بقولك حرفيا والله انا انا معظم الناس اللي بتنجح في المجال بتاعنا ده هو مش حد جاي عايز اه ان هو يخش يجرب لا هو حد فعلا حتى لو هو اه شغال شغلنا تانية ان في ناس اصلا بشغال شغلنا تانية وبتقبض اه بفلوس احسن الفلوس اللي ممكن ياخدها من المجال بتاعنا سيقولك لا المجال ده بكرة وبعضه هتلاقي بيتضاعف الفلوس بتاعنا قولنا احنا مجالة عندنا الكرف مختلف اينا مسلا لو لجلنا مسلا دكتور اه باشي اي حاجة مسلا دكتور عشان محدش يزعل اه مسلا ولاكم مسلا محاسب وبرضو المحاسبين هيزعل اي حاجة كده مسلا حد شغال في شركة الشغال في شركة ده اه غالبا الكرف بتاعه عشان يحصل اه اه او يزيد الريت بتاع الريت بتاعه تجريبا في السنة مش هيزيد مش هيزيد اه مش هيزيد حاجة مبلغ صغير يعني. لكن احنا عندنا الموضوع ممكن سنويا تلاقي ايه الكرف بتاعنا مسلا بيكبر اكس. السنة الجاية تجريبا يكبر تلاتة اكس. السنة اللي بعدها بيكبر خمسة اكس. السنة اللي بعدها بيكبر عشرة اكس. السنة اللي بعدها خمستاشر اكس. الكرف بدأ يعلى. على الرغم من ان احنا مسلا ايه? واحد اصلا شغال اداريا هو بيكبر تمانية اكس. وانت لسه بدأ في المجال انت بتبدأ واحد اكس. هو مين اكتر? واحد بياخد تمانية. هو مجال اللي هو الاداري تمانية. والراجل اللي يبدأ برمغة لسه في الستارت هيبدأ واحد اكس. انت لو بسط له هتقول ايه? ده 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 تمانية. ده انا راح اشتغل الشغل الاداري. اشتغل كشير اشتغل اه اه اشتغل كذا اشتغل كده انا اخبر تماني اكس. لسه اشتغل بواحد اكس. تلاقي نفسك بعد سنة تلاقي بتطور تلاقي نفسك. انت بعد تلات اربع سنين بتاخد عشينين اكس. والراجل لو بتباني اكس هو يدوب ارفع لتس اكس. اكس دي يا شباب يعني راقم راقم معي. هو ده المجال بتاعنا ان الكيرف عندنا دي عالة بصورة. فهو ده اللي كنت عايز اقول لك عندي. انا كان معي حد هنا في السنوات العامة مش عارف ما ما دخلش اه كنت عايز اه اكلمك يعني كان هو يتكلم بالنياب عن نفسه. اه مش عارف دخل او لا. ده في السنوات العامة. انا عايز اقول لك والله هو في السنوات العامة الشغال هو فولي ستاك دو فولو. مرابل رابل يعني انا عطيت له اللينك بس هو شكله مشغول اه او ما شافش اللينك. فهو الموضوع سهل لان يكون واحد زي كده في السنوات العامة يبدأ يخش المجال. فلا ده حاجة حلو. فكل مرة كده بجيب لكم ابزة من الناس اللي اشتغلت والناس اللي عمل كده يبدأ يجيكم شخص. ان شاء الله. حد عايز منا اي حاجة كده شباب. محمد سبير. حبيبي تسلم الله يبارك لك. الموضوع عاجبك والموضوع شايفه صعب شوية. اه لا لا تمام تمام. تسلم حبيبي. الله عايزك عايزك. ان شاء الله مكملين مع بقى. ان شاء الله. اه بشونس علي جمعا. تمام? معك بشونس تمام زي الفل يا رجل. الموضوع شايفه صعبه ليه? لا لا تمام زي الفل ان شاء الله. طيب. اه كلكم اكتر من اخواتي وعشان انا بحضر معي اختي انا اصلا بتحضر معكم دلوقتي. فان انا باش رح باش رح يا كايني لاخواتي. لاني فعلا اختي معكم في 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 الميدينج دلوقتي. فاااااا يا رب تجدو تكون فهم اصلا حاجة اللي احنا متكلم فيها. عمش. يا الله. ان شاء الله البرج جاي كده. آآ وإن شاء الله آآ نبدأ آآ يا عبدالله آآ انت تقدر تخش لينك آآ اللي ربعة تقول لك. طيب اه ادخل طيب ايه ادخل طيب يا عبدالله. ادخل عبدالله. لا لا افضل تاني عبدالله. ده عبدالله تاني يا عبدالله غير عبدالله انت. معلش. معلش يا رخمت عليه يا رامي انا عارف المعلومات دي ممكن تكون آآ جلالة او آآ يعني حاجة مش آآ محببة بالنسبة لك بس معلش يعزول الناس آآ كده يعني. معلش فكل الناس اللي هي معايا في الكلية او كانوا معايا معلش يعزولوهم يعني احنا بنبدأ بس من البداية خالص وده مش حلو لكم بس معلش يعني. ولا افضل او بشان دي انا افتح الزوم ده على الموبايل ولا على اللاب? على اللابتوب طبعا يكون افضل بس ان انت معاك موبايل احسن برضو ان انت بتاع تتحرك بيه بس هم حاجة يكون في موبايل لابتوب قدامك عشان تكتب كود. ما اكيد في لاب بس انا عاصدي بالاتنين موجودين ان انا اسمع من الموبايل وطبق لو احنا بنطبق حاجة. تمام. اه هو دخلت يا عبدالله? عبدالله? عبدالله احمد. تمام? معنا? ايو معك يا عبدالله. عماني هو اللي ايه? اه 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 حمد لله حمد لله على السلامة انت اخرت علينا. طيب اه 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 كده عبدالله انت اه يعني ادينا كده على المجال وانت دخلت فيه ازاي? وهل انت شغال بالمجال ولا لا? بحيس الناس دي اصلا هو يعني عندهم سنة من النوع ان هو يبدأ المجال ده ولا لا? ده رابط. بسم الله. معاك المايك. بس اه بس اه بس اه ازبط حتة بس. عبدالله لما خد الكورس معي شباب خدوا هو في سنة اول سنة يعني اول سنة عام. يعني هو كان بيدرس وبياخد معي الكورس ده اصلا. انت سمعينك يا عبدالله? اه سمعينك سمعينك. احنا سمعينك عبدالله اتكلم. بس عالي الصوت شوية. عالي الصوت شوية. اه. اتتني على. احنا مش سمعيني حاجة عبدالله. المحضرة تكون كل اسبوع ويوم الحد ده بش مهندس? ان شاء الله. احنا ممكن نغيرها عن انتفك على المعادلات. انتفك على المعادلات. الجروب بتاع الواتس. كنت بتسألني اه كبير عليها عاشة. اه اتكلم. احنا كنا نقول الشباب هنا معي. هما يبدأوا في البرمجة والخلام ده كله. فهمنا عايزين نحن. اه كده ازاي انت ازاي دخلت للشغل? ازاي اتعلمت? ازاي بدأت المجالية? او يمكن عشان بس البيت عندي كان اه علاقة بالسوفتوير شوية. فكانوا بيزقوني شوية الحاجات بسيطة. او انا صغير عبدالحكات زي اتش تي ميل وفرامدة. اه يعني مش هتتبيني شوية باقيدة. ويعني قررت ان اخدش الكورسو. بس قبل ما اخدش مع بش مانس عبدالله. دخلت الكورسي قبله. كان عبارة بس عن اوبزاين. بتاخد اتش تي ميل و سي اس اس و جوا وكده زي المشاريع بش مانس الكونتنت. اه بس فبعدها بشوية الموضوع بقال لك قلت لأ لازم بقى روح يخش بقى في حاجة اللي علاقة بالبرمجة اكتر لان الهتش تي ميل ده مش لغة ببرمجة يعني الهتش تي ميل بس انت و سي اس اس مش لغة ببرمجة. بيجي مبارد لغات واضبط بيها الديزاين بتاع الصفحة. هي مش معناها ان هي مش مهمة لأ معناها انها مهمة جدا. بالعكس يعني دي تبقى مهمة جدا جزء الواجزاين عشان حتى البيع نفسه. يعني فكرة ان انت لما انا يبقى معايا برينامج بيعمل الغرض معين وبرينامج تاني بيعمل نفس الغرض ويبقى اصادك مثلا الديزاين بتاع ده احسن مريح للعين اكتر يقدر يوصل فيه اليوزر اللي هو ما بيفهمش في البرمجة اللي هو عايزه بشكل احسن اللي هو اليوزر دي بتخليه خلاص بقى انا اكيد هختار مين بكل بديهية اخترته عن الديزاين احسن والايه والاكسپيريينس طاعة اليوزر اللي هيعيشها جوه البرمج ده يكون احسن. تمام? فبعدها دخلت لجوزق بقى لبرمجة شوية ودخلت مع بش مهندس كورس mvc اسb.net mvc بس قعدت فيه شوية وكده والاسف يعني بعد بخلص اشتغلتش حتة تانية خبص اختلت في حتة بيتش بي والارفل بردو دي كانت حاجة غريبة شوية من ثاني جاءت لكورسة وكان فيها الكورس ده اللي هو البيتش بي والارفل فعملت شفت ليه عالي وده المهم دي نقطة مهمة برضو ان انت الطبيع بتاعك انت مش بتاع لغة يعني انت مش بتاع بيتش بي انت مش بتاع سي شارب انت مش بتاع جافا لا بقى راجل مفهود تبقى فاهم الكونسوس لازم تكون فاهم ان اللغة اللغة دي مجرد ايه انا عايز اعمل كذا انا عايز اتشيك مثلا والله لو كان السنة مثلا اقل من كذا طب اعمل ايه لو كان مش عارف الراجل ده اكتر من كذا طب انت في بالك اللوجيك اللي مفهود بتبني بي السنتكس بقى ده اللي هي فريق بقى من اللغة اللغة فبس فمفروض ان ده طبيع ده المفهود يحصل فكانت شافت ضريف وكذا لان انت برضو رد مسكونا عندك المعلومة زي ما قلت فالله اذا ما انت عندك المعلومة خلصت اعمل شافت برحبك وبعدها مش تدوني كده وانعيز بس اسمع بس وفيه الناس سمعيني ولا انا بتكلم في الهواء بلا انا سمعك الناس سمعش لا بس اكتر امينا كبير انا بس امينا كبير بعد كده بدخلت ممكن ان انا في اولى سانوية او تانية سانوية عام اتذكر كده دخلت اللي هو الكورس اللي بقول عليه اللي هو اس بي دوت نت ام بي سي بس وكان يعني كانت فرصة سعيدة جدا طبعا يعني مش من فضالة يعني يعني فيش كلام اكيد يعني بداية فلوس فاجأة كامل بداية فلوس حاجية الناس ده بداية فلوس ايه؟ الناس ده عايزة فلوس بداية فلوس فاجأة ما كانتش كبيرة بسرعة يعني طبعا عشان فكرة انت طالب وكده ايه اه مبدأ يعني نفسه اه لا طبعا تفرق كتير يعني تفرق كتير جدا يعني انت مجرد انت عندك زمة مليئة اكتر يعني السكرة دي احسن بكتير طبعا يعني اه ممكن انت عندك تتحرك فيه ضبعا ده شيء جميل ومش بس يعني انت عندك مصادر كتير اصلا انت لو بتبص بس في المجرد شركة لأ انت قدامك بقى فرص كتير عندك تشتغل بقى الشركة اه ممكن تشتغل بقى حتة ممكن تشتغل فريلانس مع حد يعني عندك فرص بالحضية يعني هي العلاج بس انت على قد ما انت هتدي للموضوع على قد ما انت هتاخذ اه انت لو قديت كتير اه دورت كتير عرفت الطريقة اللي انك تتطور ودي اهم نقطة برضو انت ما ينفعش تسير نفسك ما ينفعش انا خدت الكورس خلاص شكرا لأ انت اساسا الكورس ده يعني مهما مهما اي انستراكتور هيديك كتير جدا 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 هتفضل في نقطة محتاج انك تماشي لك في شغل محتاج انك اساسا مش شغل عبدالله عندك انت ما قابلتاش قبل كده فانت لازم برضو تكون عندك اه فكرة كمان سيرشن يعني شوف نقطة بتنقلك لنقطة يعني الشغل اللي بينقلك شوف مش هنا لنقطة لنقطة جدا فانت محتاج برضو سيرشن ان انت ازاي تقدر تدور ازاي تقدر تحلي فانت محتاج تطور نفسك والتطوير مش هنا بس تطوير في ان انا اتلع تكنولوجي جديدة اشتغالها اتلع جديد من الفريمورك اللي اشغال عليه اتعلمه كل ما انت هتمشي كده كل ما يكون يعني احسن كتير يعني ان شاء الله وربنا اوفقكو طبعا لجو جميعا كده وانستمع عنكو دايما سلام خير شراء الله تسلم يا شباب تسلم تمام شباب تمام حد عنده اي استفسار عن اي حيا يا شباب تمام تمام الجروب الواصل كده اه المعاد ده كويس ولا عايزين مبادل شوية ولا متأخر شوية ده تمام بالضبط طيب اه بيوم الحد كده يوميا يوم الحد ان شاء الله من الساعة تسعة خلاص استيشن التانية كده ممكن كده مع بعض الناس اللي عايزة يعني هو حد استيشن اللي يعملها ولا خلاص الناس قويت بها انا شايف ان ممكن تكون بعض الناس هتتحرق يعني فعشان كده هنا اعمل استيشن واللي عايز يخش يخش فيها فعلى لو قلت انا اعمل استيشن عادي جدا ما تتحرق اه ما فيش حراج خالص في التعليم يا شباب اه انا عادي ما اعرفش ويندوز وانا برا المجال فعادي نعمل محاضرة بسيطة خالص بتنعرف فيها خلفية عن الكمبيوتر والكلام ده كله خلاص يعني فان شاء الله هنعملها مسلا بس انا كنت عايز عرف احنا لو عملناها نعملها جابه اليوم الحد عشان نبدأ ايه نسلطة بالبرامل ولكن ده كل يوم الحد اللي بدش غريم ولو عملناها ممكن نعملها يوم ايه بشواند سوا عليكم بشواند سوا عليكم سلام فيزعلى هند ايه لا اخبار اخبارك عامل ايه عامل ايه وحشنا والله بشواند سلام اه لو سمحت بسواند سممكن لو في امكانية بعد اذن الزومة لا يعني تغيير المعات تخليلها يعني بيوم. ده لان الدوامات بس يعني. ممكن الاتنين طيب? يعني مفيش امكانية باخر الخميس جدا. لو ما امكانش خلاص عادي. اصلا الخميس عندي كرس فهو ده الازمة. ممكن بعد كم سيشن كده الكرس اللي معاني اخلاص نعمله ترانسفير يعني. ما فيش مشكلة. ان شاء الله. بعد مشان اخبر زي النهاردة كده يعني ايامي الجاة تجي يوم لذيذ يعني. هو بس النهاردة. لا 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 لا. عادي عادي مش مشكلة. هو بس الفكرة ان اللي واحد بيخلص بوم الساعة تسعة بتوجيه هنا يعني اللي هو. عادي يعني بزبط الدوام. ومتوصلين ان شاء الله. ان شاء الله. المهم ان انت يكون متحمس للموضوع ان شاء الله. انا انت عارف من الوقت ما كنت فيجازة في البلد يعني. انا بنتظرك من زمان يعني. الله اعزك ايدي. الله يخالي. الله يخالي. معي يا النهار. مهم? ربنا اعزك. اه. خلاص. شكرا. شكرا. يا الله. يا الله. يا الله في رعاية اللي شاب. وعلى الواتس كده على جروب الواتس اضيف الناس اللي هي مش متضافة. اه ونحدد معاني ان شاء الله على الواتساب بمحاضرة الويندوز دي. اللي هي تعليم ازاي تشتغل على البي سي. طبعا مش كل الناس هتتلاقي ايه دخلت المحاضرة دي. اه فده عادي. يعني مش مشكلة. في رعاية اللي. شكرا. شكرا حبيبي. شكرا. 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 شكرا.